بعد الفيديوهات الأولى احتجت شوية كاميرا وشوية ماتريال وكذا قدرته بصناش مليون ما عندي اشياني وقتناش مليون اللي بشتفع مليوني اخذ 1% بعد حر عمليه بي دونك لميت في القاعدة ذي كلميت 10 مليون وقال هوا في الكتاب هذي بش نحكي لك 3 سنين شنو عملت وش وصلت النيفو هذي يعني قريت الكتاب وستفدت على الأخر منه طبقت تقريبا بحذافير الكلام اللي قاله ووصلت اللي وصله لكن في وقت أقل واللي يحتاجوها العباد وهذي كنتاجي من تكون فما فها فلوس فما منه العباد اللي دائرة بيك وقت أصحابك والعائلة واللي هو كانوا ممنين بنفس الفكرة لا لا عكس تمام ما كانوش ممنين بالحكاية وقال لك فضيت لي مشكلة كبيرة عالي شنو هذي معنا ما كون نس تخيبوا القلايا سيحلة بالطريقة هذي أنا شخصيا فضيت لي برشة مشكلة انتي باكش دوس أنا باكش يونس ونحبش المال جملة بلاتفورم تعتقية كاني ميكفيش تخلقت أنا جاء نخدم بزنس أنجل مستثمر ملايكي معناها لذلك أي واحد عنده في كستارتاب ومنا وفينا وفاهم المعين ستتعنا كل ننفيس لي معهم في استارتاب بتاعه كيفاش إنسان تونسي اليوم جان تونسي عنده فكرة متاع مشروع يقدم اللابل متاع استارتاب المعين ستتعناس زي ما تولي تحكي على الفلوس تحشي مش وتبارتاجي المعلومة ما تخافش فلا أنا الحلمة باختصار نحب نعمل سيليكون فالي في تونس مرحبا بكم في البودكاست اللي موتيفيكم فاما منه فاما منه في كل حلقة نحلولكم باب من بيبين الديجيتال باب من بيبين الفلوس بش نفاركوا الرومانة مع اكسبير ولا مجرب يجي حذينها بش يحللكم معينيكم وينسبيريكم على فاما منه بودكاست شنوه هو اللي فاما منه اليوم أول وأكبر بلاتفورم متاع e-learning في تونس تقي اكاديمي تقي الدين بالمسعود مرحبا مرحبا بك دونك حاضر اليوم تقي بش نفيدو لابي نساء الله اكيد حاضر بش نبارتاجي معنا قصة تقي اكاديمي بش نبارتاجي شوية المعرفة متاع تقي اكيد بارتاجيو بارسا كل صار باره بارشا دونك بش كونو تقي باي اسمي تقيديم مسعود القرايا قريت مهندس ميكاترونيك لكن الخدمة مش هنسة من اللول نحب نقري من اللول نحب نشارك المعلومة متزوج عندي ثلاثة صغار والناس تعرفني اني مؤسس من نصة تقي اكاديمي هي بدات 2013 لكن بعد في اثناء الحديث نرجع وكنت حب حتى شنو خدمت قبل شنو عملتك احكيلي كيفاش بدت حكاية تقي اكاديمي باي ده العباد اللي عمرها ما عرفت القصة باي هي تقي اكاديمي عبارة نقري ودروس دعم على انترنت اتوت اما اندين كيفاش بدت الحكاية بدت اني مغروم بارشا بالتدريس من قبل المالين صغير حتى نذكر قبل في المعالمين دي مولا سيد دا يقول شكون يطلع الصبور نطلع ديريكت ديريكت نزدي ونطلع على العكس بارشة ناس معنا ما يحبوش الظهور وقالا ما يحبوش يصلح التمارين في الصبور لكن الممكن جديد في القصة انه كي نطلع للصبورة نكتب بالتفصيل اجابة ونعمل رابير نذكر بالقعدة ونذكر كذي ونعمل هيكة وندور الاصحابي نقول مش كون مش فاهم حاجة نفسر له كذي نقري بيهم نقري بيهم الاستاذ ممكن ملول اللي يبهد خطر اول مرة يشوف حاجة كما هيكة لكن مبعدي يعرفني يعرف بالحق لاني مغروم بالتدريس معنا وبرشة في برشة مرات المعلومة كي ما توصلش يطلعني الاستاذ يقول لي برا يشوف اصحابك معنا ممكن اقرب لهم اني مش معنا نعرف اكثر منه لكن اقرب لهم في التفكير ونجب نوصل المعلومة بطريقة وبي اخر وهو اوكي يصلح اذا كان فم حاجة غلطة هذا من اللول نحبها الحكاية زيد الوالد اللي يرحمه كان استاذ فلسفة دونك عندهم الفاست البيداغوجيا والفاست هدية كل قاري في سربون هو كذي دونك زيد معنا وراني عملية تفكير كيفش تصير عملية توصيل المعلومة كيفش تصير دونك درسها الحكاية علميا زيدا وزيد قاد يكتب في مثال توصيل المعلومة وكل وعدلت حاجات دونك الحمدلله واحد بين موهبة ونظري وتجربة وكوتش يعلم فيك دونك فكانت المعلومة توصل بالبيد من غادي بديت القصر ببيد ثم بعد صارت زيدا حاجة اخرى في مسيرتي اني تغرمت خراءة الكتب ببيد وتحديدنا الكتب البزنس فكانت انه كانت الفكرة انه شوف الحاجة اللي تحبها واللي يحتاجوها لعبات وهديك النجم تكون فائفلوس فائفلوس لحكي ذيك فكنت نحب التدريس والناس تحتاج كني درسها فقلت ننطلق على بركتنا بدى ندرس فبالا خدمت خدمة اخرية لكن من اللي قريت الكتاب هذا الكتاب هو اسمه كيف تجني اموال طايلة من مشروعك الصغير في خطوة عملية اول خطوة اختيار المجال في اختيار المجال هذي هو قال شوف حاجة انتي باية فيحتاجوه الناس دي هي الفكرة مش بضرورة لكم تحبها واني بالمناسبة نقري في رياضيات وفيزياء ولكن فعليا ما نحبه مش عملية ما نحبه مش لكن نحب عملية التدريس معناها كانت تعطيني مع شنجارة حدادة اي موضوع انه نقريه معناها ونبدأ فرحان فهمتها مفيد نقري ونقري ونفرح على الاخر كنشوف شخص ما كانش عنده المعلومة ولا تعنده او كانت المعلومة الضبابية وضحت على الاخر او ما كانش فهم حاجة كان عنده صعوبات سهلت قدام ودونك نفرح على الاخر معنا فهم سعادة بالانجاز غير عادية ويعرفوها الناس اللي يعلموه المفيد فبديت نقري كمحاولات هيك كما نقوله تعهوات وفي الباكالهوري اخذت الامر بجدية وليت نقري فعلا بالفلوس معنا اوكي اي نقري في زملائيك دجا نقري في زملائي بالفلوس ونقول لهم جيبوا انتوما السيري والاصلاح بتاحها واني نفسدها لكم مياخد فلوس كيفش اقناعتهم دجا عبيد فرد يفوه خدر بشي يقولك ما اي 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 هو اللي اني قلت لك معنا هم يعرفون يملول خدر من قلتك من قبل ننطلع للتابلو ونفسر وساعة نوصل معلومة يقبلها من عندي ميقبلاش من استاذة او حاجة كم هكا ثم انو اني نعمل حصة لولا بلايش معناها هو يستغربوا زي درابة خدر في الغالب نقري ولاد الكلاس الاخرين بالفلوس مش ولاد كلاسي دونك ولاد الكلاسي هكا عندو معلومة كاذا اما نقري في الغالب ناس اخرين معناه فيعمل حصة لولا بلايش ويقتنع دونك انا يقولوا كان مقتنعتش الحصة لولا ديك بلايش مجربت بطبيعتك معناه ما كانش تصوم غالي برشا لكن بعد البكالوريا بعام وليت نقري بصوم كيمالا السيدة الاخرين اللي هو السوم لولا؟ السوم لولاني وقته 25 دينار شهر بهير؟ مات فيزيك ولا مات؟ لان قري مات وفيزيك 25 مات خبشين فيزيك ومن بعد كي وليت مشيت بريبا هني وحت اختيالي بريبا في طرفها صغيرة كنت باية في رياضيات الفيزيك شنو مهدل نجحت بيه الباك 17 ونص كنت باية في رياضيات الفيزيك فكان معناه كنت نجم نمشي تقريبا اي حكاية لكن اخترت اقرب حاجة ليا للدار خاطر عندي جروبات ايتود وكذا بديت نقري وقتها كل بديت ايه ايه اقرب حاجة وقتها في برشا مات وفيزيك هي البريبا ما كانش عانا بريبا في سوسة دونك اقرب بريبا وفي المستير لو كنت بريبا مستير مهم دونك من وقتها بديت نقري وطلع نصيت الحكاية الحمد لله قد كان اختيار تقريبا خاطره قريبا بحكم قاري قد الكتب بتاع بزنس من دوزيام الالي سيقندير بديت نقرة في الكتب بتاع البزنس دونك اخترت نيش معينة للتدريس عملي التدريس ومش كيف الايتود العادي الفكرة انه اخترت نيش اللي هي نيش تاعتلم ذا اللي مش باهم في القرائة باهم وباكالوريا بون متنجم تسل سوال يقول لواحد كيفاش وصله باكالور هم مش باهين في القرائة دونك تي تعرف انه هو فما منه انا عاشت هالحق تذا بيرسونيل مو هي فما برشة اسباب لكن خنقوله انه فما المرشي هذين الفكرة جاية من برشة اسباب السباب الولاني كبر المرشي حسب اعتقادك انتي انا هو اكثر الناس اللي مش باهية والناس اللي باهية في القرائة اللي مش باهية في القرائة يتمثل اكثر من تسعين في المئة من المرشي اذا كان يرى مش بالذكاء انه وحد يمشي لمرشي addictEL 10 المئة وي собственно بما انه اغلب الاساذة حسب رؤيك تحب تقاري تالمذي الباهين ويتلامذي المشباهين القرائة هما اسهلوا لهم الباهين ليحبوا يقاريوهم الباهين لذا كما المرشي 10 مئة فقط الاقل وفيه كبيرة على الاخر ومرشي اخر 90% مسيب انت اكيد فش نمشي المرشي هدا باي مش معناه ما نجمش قري الباهين تقري انك كنت نجم قريهم بالباهين ونفيدهم لكن مش باهين خير باي وحاجة اخرى زادا كما قلت ملول نفرح على الاخر كيكون واحد ما عندوش المعلومات واللي عندو او يفهمني وكذا باي يعني بالنسبة لي كان قريد تلميذ باي ديجاه هو عندو 18% شو بيش نعمله احسن حاجة نخليه في النفو بتاعه يزيد شبونته كان يجيبه 17% واليبكي عادي يقولك تحت في الدبار بينما الاخر عندو لص في المات كان انت ترده له 6 او 7 يطير بالفرحة كان جاب 10 او 12 يعملك قبة عادي على الاخر وكي بدي مش يتكلم راه والسيدة دي واش عادي فلا فاخترت اني شاديكة والحمد لله لقيت فيها فلوس وبالعكس اللي بخلافة لقيت فيها فلوس كان اني قريت في برشة بلايس ملول قريت وينوسكن ذنك قريبة الليسية الزهرة او غير في شوسة في شوسة في سوق لحد ومبعد حاولت البلاسة في جران نمسا بلاسة عسيلو قريبة الوسط المدينة معنا الليسية خرين ومبعد قريت في حامام سوسة ففي كل البلاسة نلقى أساذ كبار بساميهم من قريوليسي بيلوت والعاملين دي براسكولير كبار سامي كبار فما كانت شكالي حتى مشكلة الكونكيرونس معاش كانت تعرف انت نظرية الـ 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 المحيط الأحمر اللي هو فيه تنفس كبير على الأخر اقتتال دم لون الأحمر دم والآخر لو نزرق واحدك تنكيل تمشي مورك واضحة دونك أنا فكنت ديما نعوم في الباس الزرقة ديك وزيد حاجة أخرى الأساذة دوما يعرضوهم تلامدة يكسروا لهم ريوسو جي واحد مفهم حتى شيء قلوا اسمعني قلتي أبش ندلك على واحد يفيدك برشة يبعثوني التنفس معنا ملي كانت الفكرة بتاع تنافس دونك عندي مرشي كبير برشة يستحقوني لأساذة الأخرين يسوقوا معايا معنا الحكاية دونك نعم واحد قاد ننكور واحد فمتن فأمون غادي بدأت الخدمة دونك ما بدتش باليوتيوب لا 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 أنا قعدت نقري حوالي عشرة سنوات قبل ما نبدأ لليوتيوب هاي هاي فكرة اليوتيوب عندها قصة زادة أما هذا اللي كنت نعمل فيه قبل الشيين يوتيوب بعد كيت خرجت عملت حاجة ريوسو مالي قال معنا دونك حاليت محظنة مدرسية جوت معي ساذة يقريو بديت نقري فيه أحد تاني معنا دونك نقري عندي سالة كبيرة نجي فيه برشة الهمدى ونقريهم حتى طريقة التدريس قبل زادة كانت فيها دراسة بتاع بيزنس وكل ما كانتش عادية نقول لك شنوه مثلا هو التلميذ الضعيف تقاه ما عندوش الباز ما عندو حد شيء ما يعرف حد شيء حتى توحيد المقامات ما يعرفهم شراه ودرجة هذيره وتقاههم يقرام عندو برشة بتروت في المات يحتاجوهم ما يسمى دي برير ركي معلومات مسبقة ما عندوش كنت برشة نرجع للقديم فالفكرة اللي تلعطي بها قلت له ما يجي تعرف كيف يجي نقريكم من الصيف تداخل على باك وتعرف روحك تعب يجي خنقريك من الصيف لونك في الصيف نحاول نقريه تريميستردول للكل بش يدخل للكلاس فاهم الحكاية الكل فمفرق كبير بين تدخل للكلاس وتراد تبلو ويتمليه ويتفصخ ويتمليه ويتفصخ وكذا ويتمون كفهم حتى ويتمون كفهم حتى كعبة وبين انو فاهم فاش قاعد يقول لبروف ومتوقعش بش يقولهم بعد وماهم حتى تتكلم وكذا فمشيت كاك الحكاية ناخذ دي جروب نعمل لهم كما نقوله كورا أكسليري ومعسكر كتدريبي تا عامات واحد اخر تا فيزيك ويدخل القراية بروح جديدة بعب داخل حتى لا سيد ذالي قريه دقابين تروازيام والباكي بها تقول لك مش دراش عملت صار صارت له التمديلة فايت وبعد ما قريش تريميستر كامل ما قريش ويرجع لي في العطلة بتاع ديسمبر بعد ما كامل تريميستر اللولا لوك نقريه تريميستر الثانية في العطلة ديك وبعد ما قريه تريميستر الثالثة في العطلة اللي بعدها وبعد قبل باك نعملوا ريفيزيون معنا في وسط العام يكون عنده الوقت بش يتبع كورا وبش يقرأ واحده مجمي يقرأ حاجة اخرى يتو داخل ميقال اخش لكن كنت تقريه كاكا في العطلة في العطل معنا كنت تقريه في العطل وعليش هذه الحكاية هذه بش تخليلي الوقت ان يندور نحاوس كده خد كما تعرف الاتيود يتقرأ جمع عشية وسبته حد بالأساس وسبته حد ذيكا وقت عائلة فبارشة ناس اللي يقرأوا بارشة تيود عنده ذاكا وقت خدمه على حساب العائلة يقرأ في ليسيه ويقرأ كذا فكنت محبش نطيح في الفخ هذا كنت عامل استيل الروحي معناها كما قلتك اللي نكور واحده في المرشة ذاكا عامل استيل الروحي ولقاه قابول عند تلامذا والأمور مشاهدة مريكلا فكنت في وقت اللي هما يقرأوا نمشي نسافر كل مرة ماشي البلاصة فمعنومة لها بالنشاطات الطائعة بتاع البزنس بخلاف التدريس لانا ما زلنا ما تخلناش الديجيتال لا لا داي كله قبل الديجيتال نزلتك حاجة وغيرا قبل الديجيتال بمعنى قاعد نجار في أفكار وماشي من بعين الحاجات اللي اللي يتقلق للشخص في خدمته انه هاو سيري واطبعك وكذا برشة وريق وبرشة مصروف وبرشة طبعان وكل فلاني المرشي بتاعي ميتطلبس لحكا ويجعني واحد تاعب وكذا كانت عاملوه اجزارسات ويفهمهم يخرج فرحان على الاخر معناه ما نسحقش برشة طبعان فكنت نقول لهم باي اخوذوا براسكولير كتب مواسي اخوذ اي براسكولير بابا كل عام نختار براسكولير يعني نقول لهم خوذوا اوكا فيه الاكزارسيش وفيه الكوركشون يعني بالنسبة للنقل نطبع لكاس الفراسي وانتي مدخوليش يعطين اجزارسي ساخراك وموجود في الحكاري اني خدمتيني نفهمك كيفاش تخدم الاكزارسيس وحدك والكوركشون وديك كيفاش كيفاش اللي كتبها كيفاش كتبها كيفاش خمم بروساس التعمق كيفاش خمم واذا فيه حاجة مهمة جدا اللي هي شنية انه مش بالضرورة يصلح لياني يصلح الغيرين خاطر فيه عرف اللي تيود احنا كبزنس معناها انه اللي يعمل السيرية تمزينها اكثر او يطبع اكثر ويرتح تليم ويطبعهم بالكل كل ذاك اخير كانت الناس تدافع باش تقرأ عندي واني مما نطبع حتى ورقة عندي شنبريموت اوكي خد بارسكولير ويشري على الحساب ورا على فكرة شري على الحسابه واني ترنكيل واني نفسر له اللي من برا يقول توا عنده الاكزارسيس وعنده الكوركشون فش قعت اعمل انت هاي هي القوة كل في الحكاية هذه القوة الكل اني نفسر له هاكي قدامه مملول دجا الاكزارسيس الكوركشون ايش بيش يقرأ عندي بش يفهم الحكاية انا يقول له شوف سهلا اوه كيفش نبدأ واحنا الحصة لو كان تعطي تمرين لاستاذ يخدمون ما يخدمونش خاصة تمرين متوسط يخدمون نرمال ما يخدمون هل بالضرورة انه يعرفوا التمرين ذاك اقبل شو بالضرورة فما طريقة تخمام خمامها بش حل اكزارسي ذاك انا نقول له طريقة ذاك هذه الفكرة كلها معنا اول حاجة فاش تخمام معنا كيجوي كيكزارسي اول حاجة فاش تخمام ما مشاتش هذيك شنو تعمل باي شنو تراه بش تجي تفكرك ديما عليش خدم ذاك هذه السؤال انا فما كلمتين في الغالب الاسادة في القسم ياكر هاو عندهم الحق على فكرة لانه الوقت البرنامج ضيقه وليزم اصلا واحد ناجح للباك يكون عنده على اقل لك البريروكي معناه لكني نحبه مع الاخر اكا يقول لك مسيو ديما جي اذي نحبه على الاخر الكلمة ذاك يعني نعتامل حاجة لي ديما جي واكا واكا يقول لك من الاخر عشانو يحكي شابيتر اذاك اللي خاصلي في الاخر عشانو فاش تكلم اذاك بلا ذو مزوز اه منك تعطي المنطق ديجار ايه اللي هو هلم المنطق الماد ايه هي ذي كعملية رياضة العقل معناهية اه الكلام هذا على فكرة ما يصلحش لتلام ذا البهين التلام ذا البهين يحب التفكير يحب يفكر واحده يحب معناه من القاعدة هو يخرج ويعمل كذا انا نعمل حاجة ما يسمى في الانفروماتيكالجوريتم لانك جيت كيكا عملكة جيت كيكا عملكة نوع من الجمارات كل هذي باية على الاخر التلميذ الضعيف يعني الفكرة اللي حب نقولها ونحب ننصح الكلام هذي جاي من كتوب بزنس ومن دراسة وكل انه مش بالضرورة المرشي بتاعك النيتز بتاعه الاحتياجات بتاعه هي بيدها مرشي لاخر اذا كان النيش بتاعك متريزاه بالباهي وتعرفش ما يوصلح باها قوش تقارن روحك بدينيش خرين دونك امشي بالباهي دونك الهذي ما يحب واش لبرط اذا كان قيتك عملكة وقمرها باذية وعملها كذا لانه يحس مش قاعد يقري فيه ولاني فعلا اني مش قاعد يقري فيه ولاني مش قاعد نقري فيه هو جاني يدفع لي فلوس علاش يحب ينجح في الباك ممكن هذا تكوين الهندسي بتاعي منش بروفاني اصلي كم قلتك مهندس دونك هو جاي الوبجيكتيف معاين مش يعطيني فلوس وينجح في الباك دونك اني كنحققوا الوبجيكتيف هذاك نمشوا سلاكات معنا واضح حب نعرف جزت معلومة في الباك وقت قداش تدخل فلوس وقت نكون تقريد اجابة ألف وخمسمائة دينار بشهر لا لا باي باي حتى قبلنا 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 خمسين دينار وذي عام قديش وقتها؟ ألفين واربعا كنتي واو تسمى ميل سنكسون دينار ألفين واربعا حتى قبلنا قد دخل فلوس أكثر على فكرة كنت في من نوفيام واني اول بروموسيون بتاع الساسي واني تبدل التعليم كان ملول برومياري سيقندير بعد السابتة بي اني اول بروموسيون اللي عملوا فيها السابع الساسي كنت في النوفيام والبريميراني والدوزياماني سيقندير كنت دخل فلوس أكثر من ألف وخمسمائة كيف؟ كنت نصطاد في الدود بتاع البحر ايه؟ ايه الفكرة سنو الناس المغروم بالمصي بيعرفوا الطوبو فما تريم ولينا فما الطوبو كان فما بحر نمشيه بحدانا سي عبد الحميد كانوا فما ناس تصطاد الطوبو وذكا وتبيعه ويقرأ معايا واحد في القسم والدحوما هو يسكن على البحر بالضبط عرفني على المجال هو يصطاد ويبيع لذلك قلت هذا هو اللي حاجتي بيه لذلك وليد نمشي نصطاد قعد تعرف عام ونص عام ونص هما بصفة عامة طوبو هو دود دود يصطاد ويبنعش تعرفوا لين كما تريم ولي ونبيعوها احنا اللي يبيع المصيد نبيعوه بالليترا لذلك نقضد بوزة بالليترا نعبيوها بالدود ونبيعوه كاك فالصناعي يخرج 3-3 في النهار ولازم نبيعوه قبل 9-10 صباح باش الحنو معناها الحنوط على المصيد يبدأ يخدم يبدأ يخدم على روح باي الصناعي يخرج 3-3 الواحد متوسط يخرج يترتين يعني قبل عام ونص وباش نخرج نص سيترا ما نجمتش هي الفكرة اشنوها انه ملقيتش هذا علمني بالباهي الحكاية لذلك بعد ملقيتش من نقرة عليهم ما نعرفه معنا ما ملقيتش حتى رسولتها معلومة وهو ما الناس تخرج 3-3 وهو ما نتطبق في دي براتيك ما تعرفش توصلهم بعد عام ونص اكتشفت الحكاية اكتشفشني الغلطة اللي نعمل فاهم كعرفتم الحكاية دي وليتطلع عيترا ونص قولتاني بشتوقت نطلع عيترا ونصك كل نهار ساعت الحكاية جبت ناس علمتهم الصيد بالكلمتين هذو ماليه قاسي وحابه نص نشريه من البحر الكل ونبيعه وكنت الفورنيسير الأساسي بتاع سوسه والمستير بتاع الدودة داي فكان النهار 50 دينارة دي عادية على الاخر كان فما كونكيرون هو اللي كان يشري معندهم كان ملتحومتهم يشري معندهم الدود اللي في البحر ويمشي كانت باعة تباع ما تباعش يرجعه له لو كاني كنت عطيتهم اوفر خير قلت له مايني نقبله شريته سابون ما تباعش عندياني الفكرة وهي الفكرة اسنوه انه معنى خد نطلع خاسره وكان نقبل عليهم الدود ونهارتها كما نقوله ونوه والناس مش هابطة تصطاد وكل اللي مايقبلش عليك لحوانتي لانك الفكرة انه كمشيت المستير لقيتهم عاملين فازة ما كنتش نعرفها انه يشيحوا الدود ويبيعوه شيح اكي اكتشفت كما نقوله هي هي علي طاق صغير لكن لكن رأي حاجة في الصغير يتربى الفلوس وليت نشري كما يتباعش نشيحو نملحو ونبيعو غدوة لجماعة المستير فلا دونك مشيت الامور على الاخر اوكي ووقتها تقرأ وتختم ولا اي نقرأ اي لا 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 في وسط القراءة في وسط القراءة هي شنية الفكرة انه نهبطوا مع الفجر مع الفجر نمشي وننصطادوا الدنيا باردة ووكا ثمانية كان خلطت ثمانية ندخل نقرأ ما خلطش ناخذ بيه دونك ندخل دونك اكيك العملية ماشي دونك اكيك العملية ماشي نرجوه التقي اكاد بي دونك حبيت نقولك اني كنت نخدم قبل دونك ضغط الفلوس ويني صغير ومبعد كي قريتك الكتاب قالك شوف حاجة تحبها وانت يباهي فاها تحب تعملها تحب تمارسها لتدريس وانت يباهي فاها والناس تحتاجها اكثر دونك لقيت التدريس افضل من الدود معناها دونك بشي التدريس كي جادود افضل مشي الدود لاني صييت اوكي تبع البزوان وين موجود تنزيسيون بعد ديجيتال كيفاش تخلط كيفاش تخلط ما بين الكتب اللي قريتهم في مكتب تحفون برشا اسمه كتب فرنساوي اسمه الكتب اسمه هي عيش حياة احلامك من المدونة بتاعك وقتا اكتشفت عالم التدوين التدوين في بالي قبل كان تدوين سياسي معناه كذان لكن هو التدوين فكرته انه واحد مغروم بمجال وبهي فيه يمارسوا على علن يعمل حاجة اما الناس كل تشوف فيه معناه ما عد مغروم بقتاطس يربي القطوس ويتلايها بيه كله ويصور روحه بالكاميرا ويهبط فيديوهاته وكل ما يتعلم حاجة في تربية القطاطس يعملها فكانت الفكرة بتاع السيدة ذا هو الكتاب قصته مزيانة كان حبنا نلخصها مزيانه قصته الكتابة ذا يحكي على شخص مشيه سافر بلاد مبلدان شرق اسيا ماليزيا طيلندا نسيت حسيره المفيد الفكرة بتاعه انه كيمشي وصل الماخر اخذي الوتيل قد قام يلقى الكونتبونكير بتاعه ويزداد اكثر من يصرفهم معناثر اكثر مصرفهم مع البييه وعال الوتيل وكل قام صباحة مال دورة قعد في قهوة قرأ كتاب قد قام قال فلوس زادت وكاك خذي تحدي بينه بيروحه في الاقامة اللي قاعدها في اسيا قال فماشي نهار نجم نصرف اكثر من اللي ندخل وفي شلف التحدي بتاعه ديما يدخل فلوس اكثر ويصرف هو يحكي في الكتاب قال الحكاية تحسوها خيالية الحكاية ذي قال الكتاب يحكي على روحه في الكتاب قالاني الشخصات ويحكي على انه قبلت ثلاثين ما كانش هكا جملة واحدة وقاله في الكتاب هذي بش نحكيلك ثلاثين شنو عملت وصلت النيفو هذي هاني قريت الكتاب استفدت على الاخر منه طبقت تقريما بحذافير الكلام اللي قالوا ووصلت اللي وصله لكن فيه فيه وقت اقل الكتاب يحكي على انه يحكي على روحه ذي الوفيروه ما هو مغروم على الاخر بقراءة الكتب ومغروم مش بالكتب معنا نقصده كتب مش روايات ومغروم بالكتب بتغير الحياة الناس اللي تقرأ الكتب تعرف ان الكتب بتغير الحياة تماما معنا كتب ولا دي بودكاست ولا غيره وحسب المجال التاعك المفيدة حاجة مفيدة على الاخر معنا تجنطقة تجرب شخص تبدلك حياتك تماما فكي قرأ كتب قال كيما غير حياتي تغيرت الأفضل نحاول اللخص لكتب بعدكم ونبدل حياة عباته ويعمل ترخيص بزيان الكتاب ويحط اللوطة ليان رابط يهز الشريان الكتاب كتاب نيوميريك هذا ما يسمى بالافيليات لينك معناها كيتنزل انت على الكتاب هذك وتشغيل الكتاب هو يوصل له منه ببرسنتاج تسويق بالعمولة تسويق بالعمولة في حاجة نيوميريك العمولة قد تصل إلى خمسين بالمئة ومام أكثر كتاب تكتب بسبب فورمال نيوميريك لا فيه طبعان لا فيه لوجيستيك بشي يوصل لك لوسطاء في الوسط لحاجة كليك تقع عندك الكتاب بم فهو الريتم بتاعه يقرأ كل أسبوع كتاب العام فيه 22 وسبوقة لكن نلخط 52 كتاب ونحطهم فبدأ الجامعة الأولى لخص كتاب لقاء التلخيص أصعب من اللي كان يتصوروا كان يقرأوا كيف جامعة كتاب لكن تلخيص عمل 36 كتاب العام الأول لذلك يعمل كتاب اللول وحط اليام اللوطة أي واحد يكليكي ذي هو بارتي فلوس لذلك عبارة مشروع التلخيص ذلك عبارة مشروع قائمة ذات وحطه في المدونة بتاعه الجامعة اللي بعد عمل كتاب آخر عبارة مشروع ثانية عبارة مشروع ثالث فهمت الفلوس من قاعدة تجيه وريقت في تايلندا الفلوس قاعدة تجيه من المشاريع اللي يحلهم وذوكم يتسمى passive income يعني يبذل ما يعني يبذل مجهود راه لا يبذل مجهود ذي غلطة شائعة عند الناس passive income هو يبذل مجهود وياخذ فلوس لكن مش مربوطين ببعثه يعني المجهود اللي يبذله مش خلوص عليه في الوقت ذاكا لا فهم قطيعه في الوقت بين وقت بذل المجهود ووقت خلاص مثال هذا يحسن مثال هو قرأ الكتاب ولخصه وقت اللي هو قاعد يقرأ في الكتاب مش قاعد يخلصه لكن بعد ما قرأه ولخصه وحطه هكي قاعدة تجيه فلوس وما ذيه لل passive income كيف كيف حطه على اليوتيوب مش تعمل الفيديو كيم البودكاست مش تهبطه وتوه مش مش داخلك فلوس اما شابقي داخلك فلوس على طول المدة اللي موجود فيه على اليوتيوب هذه نشيه مهمة في هذه الحكاية بي قاعد يفسر في الكتاب الفرق بين الصحفي والمدون في الغالب الصحفي يحكي على حداث الراهنة يحكي على حاجات دوريت فيه بتاعها قصير ثم ترندق طالع طوال يحكيوا عليه الناس بعد نهارين ثلاثة يطلع حاجة اخرى بعد عام تتنسى الحكاية تماما فإذا ما لا المدون لا ياخد دي سوجيه مهمين على الاخ مثلا هو كيفاش تعمل ستارتاف من الشركة ناشا هذا سوجيه مهم على الاخر دوريت فيه بتاعه طويلة دونك نحتاجوه اليوم وغدوا وبعد دوريت فيه بتاعهم طويلة أول حاجة قال اختار دي سوجيه يهموا العبات ومعنا استمراريتهم في الزمن طويلة خاطر احنا الحاجة الثانية الحاجة الثانية يجب فرمان يوميريك وهي اللي هو كتاب بالنسبة ليهو تكليك يجيه حاجة الثالثة يقال يتعاود دونك الجمهور بتاعه يتجدد كل مرة العام اذا فهما ناس مغروم بالبزنس فهما ناس ما تعرفش البزنس أصلا العام الجاي بش يتغرموا ناس أخرين بالبزنس دونك بش يلقاوك موجود كيفاش تبدأ شنو الكتب التقرام في البزنس بش يقاوك موجود فهمتها بش يقاو بودكاست تاعك فما منو في الحكاية دي دونك بش يلقاوك دونك الجمهور متجدد واحكيه على تكنيك دوفنس وكل شيء المفيد الفكرة بتاعه انه قال البلوغينك اخدم بلاش فلوس حاجة دوكاليتي وقع ثلاثة سنين تخدم في الحكاية هذي الحكاية هذي تخلي عندك جمهور كبير على الاخر وتخليك تعملك براندينج الساعة تعملك ثيقة عند العباد لانه اساس عامية الباقة هي الثيقة خاصة تشبيع على انترنت دونك هو فرنساوي بطبيعة ما معناها لكن يحكي على انه تكون امين وتكون صادق معهم اذا كان كنت يمزل تبادي في المجال تقول ري مزل تبادي في المجال وقعد نتعلم وكاد تكون صادق مع الهول واحنا كمسلمين اللي حكاية هذوما في ديننا موجودين وكاد تكون صادق مع الناس بي فاخذيت الفكرة بتاعه قلت بقى يعني فاش نونا عمل في الدنيا قاعد نقري دونك هات ال وتلمده بتاعي اللي هومانيش اللي حكيته عليهم باللول هما تلمده تاعبين في القراءة دونك يحتاجوا دي فيديو ورابيل كمنا نقعد نعود في الحكاية دونك نعملهم فيديوهات رابيل كيفاش تحط المقام كيفاش تحط إلة نحي الأقواس تحب تعمل كذا حاجات بازيك دونك عملت الفيديوهات هذو هنو فورمان يوميليك عنده جمهور متجدد وكل والغاية انو نعمل حاجة دو كاليتي ذات جودة ونقعد عام نعملها بلايش فقررت اني بقون قررت نعمة ثلاثة سنين على كلمهو ما زلت تقري وقتها دجا القردوليه اللي عملت ايهاي زلت تقري قلتاين ابدا ان شاء الله بديت حسينو كي بديت عجبتني نحكيه على الاخر ومن الفيديوهات اللولة ضربت على الاخر ناس قاللك فضيت لي مشكلة كبيرة على الاخر شنو هذيه؟ ماكو ناس تخيبوا القلايا السيحلة بالطريقة هذيه انا شخصيا فضيت لي برشة مشاكل انا بكسيانس ونحبش المال جملة باك عام قدش باك 2013 باك 2014 باك 2014 باك 2014 انا بديت متابع من اول وداتشان يوتيوب من وقتها دجا نجحت بثنين في المعات الحق اما نجحتني في الفيزيك قبل ما نعادي دفور الفيزيك بليلا فما فازها في اكزرسيس البيل دخلت حالي تقي اكاديمي في اليوتيوب فما اكزرسيس البيل فسرت ومليح انا عاودت خدمت الواحدي من غد وجاني نفس اكزرسيس البيل ست طريقات ضمنتهم جبت دوز في الفيزيك كتورس في السيانس ثنين في المات منجحت بعضها سفر سفر بالضبط بالضبط كبديت 2013 بديت نقري فيهم في الترمستر الثانية والخدر في وسط البديت وترى يمشي بديت نقري في الترمستر الثانية والثالثة بخلط سنتي على اللولة لكن بعد رجعت قريتهم من اللولة لكن الفكرة مثلا في الفيزيك واحد تعب في الفيزيك الفيزيك هو فينومان يعني مش كيف المات يجيب لك نجم نزيد أنيك برفت عمات نزيد إكس من اللقطة نزيدك بي منها نحلها بكوسيونيوس من فوق نعم نعمل جو نصنع واحد اكزرسيس الفيزيك ليه الفيزيك فينومان مثلا معلش يعني كنا نسمع فيها الموشباك الجماعة الباكتوا يفهموني مثلا شابيتر عنده شابيتر اسمه اير سي ريزيستور عندهم وكندنساتور اكيد يجيب لك اير و سي ما يجيب لك البيلة اللي حكيت عليها انتي يجيب لك بيلة هو شابيت اسمه بيلة والبيلة معروفة في دو كمبارتيمان معناها راو في الفيزيك كي ما تجيبش نوع تانية ما نفهمهاش نقوله أغذر الإجزرسيس يجيبو لك في الباك أنا نعرفه فنعطيه لكتاوه عطيه لكتاوه حفظه حطه معناها عندي دفار قولي كيفاش عندي دفار اش دخلك فيه عندي دفار هاي هاي صارت لك انتي باي هي الفكرة سهلة فنومان يجبك تعرف التجربة اللي بشي قد أحكيك عليها هو تعرف التجربة وتعرف اللي كيستيون بلاي هو بيلة مجيبشي سالكاسه الأخرين هما ربع خمسة كيستيونش يجيو كذلكم هما نعم اما يجينا فهم واحد ضعيف في الفيزيك فلا انا قريفة بطريقة انتي تخيل واحد والكلام هذي يمشي معنيش اللي اني ينتبع فيه دونك واحد ما يعرف حط شي تقوله اسمعني اش تحفظك ربع حاجات هذو مجيوك في الدفور نعرف الدفور ما تحكيش معي نعرف الدفور دونك وفعلا نجيو في الدفور ويسالك امور فلا المات يحتاجش أكثر خدمة لأنه تحبك بترجع شوي دونك نرجع للصديقنا ذي وليفي رولان دونك خذيت كلامه طبقته حرفيك مع الفيديو سجلت ثلاث فيديو الفترة الأولى اللي هي قد بديت في وسط العام ديجا مانجاج يروح جدي جروب دونك كملتها بالجروب هذو لكن العام اللي بعده عجبتني الحكاية ولقيت كما نقوله العلامات اللي زنديس بتاع القبول عند الناس دونك هذا هو اللي حاجتي بي دونك قلت فاما منه دونك هذا المرشي اللي حاجتي بي فكملت العام اللي بعده بطلت كل ما هو تيوت فاسا فاس يعني قلت لك كنت نقري في الصيف وجيوني جروبات في الصيف فكعملت الشين في وسط العام كنت قري في حمام سوسة فعرفوني الأحواز الكل يعني قلعة كودة معناها من البلايس اللي كل عارفوني وقالوا هذي البروفي اللي لو جوا عليه عنا مدة هذا هو شخص دونك جاوني عاتا من كل فجن عبيد أفواجين 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 من البلايس كل جاو قلت لهم لي مش شخص هكا على انترنت هكا فيديوات بلاش على انترنت يهديك يا مسيوة يهديك قلت لهم قال لي بش نقول لكم ماش بصدقين الفكرة لي بش نقول لكم بالفلوس اكا قلت لكم بلاش على انترنت واني الفكرة بتاعي كما قال صاحبنا ذا يوليفيل قال انه أعطي أحسن ما عندك بلاش فلوس الفكرة انه تبني الثقة خطر من بعد كي الناس عطت فيك الثقة سيبهم وتجم تبيع أي حكاية من بعد وهذه كان الفكرة العامة دونك انا حاجتي كل اللي يناعرفوا حطيتوا بلاش ما دي ممكن غريبة شوية على المستمع معناها كيفيش كل تار تحضر خطر واحد عندهم في الثقة يقول لهم خذوا هذي صادق معهم وبغلى فلوس يخذوها بينما واحد ما عندهمش في الثقة كي يعطيهم حاجة قل فلوس على الأخر ما يمشوش معه دونك الحكاية البزنس مبني عن الثقة فلا وهي كانت الفكرة هكاية معناها دونك سجلت ثلاث فيديو هبطت سبعمائة وخمسين هم العام اللور سبعمائة وخمسين رأوا معناها برشة 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 نوصل في النهار نسجل أربعين فيديو اوه أربعين فيديو في النهار واني كنت منعرفش ما حاجز من مونتاج منعرفش ما معنا من مونتاج دونك عندي تابليت قدامي نسجل دكا كما نقري بالضبط تسجل ونهب تسجل ونهب حتى دجا فما برشة تطريف فيديوهات طيب موجودة دكت ملوخية تحرقت في الواحد وأجري أصفي عليها كذين شم فيها في فيديوهات عددت عنا واحد يبيع في الخضرة وتعدى ديما قدامي الدار حسوا داخل تقريبا في فيديوهات الكل كنت قبل عندي حساسية نكوح برشة بدت سجل في الدار دي فدار اي فدار اي فدار بنتسجل وقعتمد دا فدار ما نحتاج حتى دونك الرسميلي بيسي وطابليت ودونك والمعلومات اللي عندي فلا دونك بعد العام معناها بعد العام الثاني بدت نهبط فيديوهات بالفلوس باي الحكاية هذه مهمة مش نجي نعطي اشتر معلومة ونقولوا ما يتحبوا تكملوها هكذا القواه بالفلوس باي هي راي تمشي استراتيجية مثل استراتيجية موجودة الفرميوم معناها موجود دونك تبدأ بارتي فري كانت تحب تكمل دونك تاخد بلوس موجودة اني استراتيجية دي مش تابلوغينج تابلوغينج تعطي معلومة كاملة كاملة وبعد تقولوا هاو عندي اضافة اخرين كانت تحب وحيانا تقولوا رايه ما تحتاجش لإضافة تذيك أما كانت تحب انه موجود باي الفكرة يجي يشري الفكرة انه هو يحب ينفعك باي طريقة خاطر انت نفعته من غير فلوس يحب ينفعك باي طريقة ومام يشري حاجة ما يحتاجهاش يردا للجميل يحب يعطيك فلوس اي موضوع يعطيك اي حكاية يقول لك انت نفعتني انا نحب نفعك الناس يظن موجودين بارشة في تونس في العالم في العالم خاطر الناس يظن انه الناس ولا تلاقي ما تاخد ما عندك ما تعطيش لا انا اقل واحد اقل واحد قابلته في حياتي هو اللي استفاد مني ومشي لعبات قلهم راه وبره مشي وقراه وعند تقية اكاديمي خاطر فادني بالبي هذا اقل واحد كما شيراش هو معنات فوليت عندي كوميونيوتي كبيرة والعبارة ذوكم الكل يخدموا مسوقين للبلاتفور براند انبسادور ايه ايه براند انبسادور العام اللول عاد ناخدف البراندين ومن نصف العام الثاني بديت نبيع حبيت نرجعك الكتاب نجرباني نسافر مشيت الفلبين قلت اي برا نرقد نقوم نشوف نجوف شدعوه الكوتبوغير السافر هلولة ممشيتش لكن بعد سفره ثانية من السفره ثانية بدت ديما تمشي الحكاية الحمدلله بايبر الحمدلله فلوس لي داخله اكثر من المصاريف في اي مقر ديما نلفز الداخله اكثر من المصاريف البلاتفورم دع تقني اكاديمي كفاشت خلقت باي كعرفت حكاية البلوغينك بديت بشان يوتيوب قطعام بشان يوتيوب متل امدل اللي قرأوا عندي وفموا واحد باي في الانفروماتيك بورايو بن عمار نشكر دجا وهو كان الكوفاندر بتاع المنصة معنا باي قلت له شوف تجد عملي سيد قلين عمل لكسر عملنا سيد تحفونا على الاخر سيد دونك حطينا فيه الفيديو ورد بريس خدمتوه سيد لول ورد بريس حقيقة لا لا سيد لول مش ورد بريس سيد ثاني ورد بريس هو حب يخدم فرمسكراتيش معناه دونك خدم حكاية مزيانة برسها من لول خدمه واحده يكوديم ما شاء الله عليه جاء الديبلوبر منحسن ديفلوبر القابل لهم في حيتي ومبعد قلت له اسمع هذي الورد بريس مزيانة وكل فيها مزيانة وفمها حاجات حاضرة دونك بدهوا الورد بريس ومشايت لهم ورحمد الله من العام الثاني دونك بده من العام الثاني للبيع معناه العام الثالث عاملو اليوتيوب عام الثاني عملنا بلاتفوروم باقي في البليش العام اللي بعده وليد بالفلوس فلا اول شهر في تقي اكاديمي المنصة بلاتفوروم هو كانت كالعام اللي العام اللي جاوني تلمده برشا وقلت لهم لا كانت برشا فلوس وقتها ورفضت ثاني مقابل يندخل فلوس في الإيلانك دونك نذكر معناه الخمساليف اللي اللي نذكرها بالبيخات يعني كنت بيع بالشابيتر شابيتر بخمساليف كانت المبيعات مئة دينار تقريباً بعض ولات خمسمية بعض ولات ألف معناها فما تنجيزات تنجيزات بهين فمتا كيفير كنت بيع بالشابيتر وقتها؟ وكنت تقري تيودان ديني ولا أي كنبيع بالشابيتر نقري حصص مباشرة على الإنترنت معناه عندي اللايف وعندي المساجلين اللايف أغلى لكنني الحقيقة ما نحسبوش خد نحب نحسب الشابيتر اللي ينبيحوا معناه بدات هكاك الحكاية هي أقلرة أقل من اللي كنت ندخل فيه برشا من اللي كنت نقري لكن كيفيد عندك نظرة طيوة المدى تتصبت معناه الهدف البعيد شو فيه قدامك قاعد يصير وفما كما قلتك الزنديس علامات معناه الدول لك اني ماشي انتي فتنية صحيحة اللي هي نلخصها باختصار جوس نقطة العباد اللي دايرة بيك وقت أصحابك والعائلة واللي هو كانوا ممنين بنفس الفكرة لا لا عكس تماما ما كانوش ممنين بالحكاية خطر صيبت سورس متاع فلوس باهي ودخلت في ريسك معناه صحيح والسورس اللي صيبتها هي هذيك الفول تايم جوب بتاعي ما أنا كنش نعفي حاجة أخرى هذيك هي اللي نخدم باكها ومعناه من غيرها كيك ومتزوج وقتا عندك عائلة ايه متزوجها اني عرصت قبل ما نكمل نقرة اوكي ايه من الفلوس اللي كنت نخدم باهم بنيت الدار الحمدلله وتزوجت قبل ما نكمل نقرة لكن لكن بعد عملت عائلة ويت عندك مسؤولية الشخص اللي يجبك تستشيره معناها هي زوجتي خطيلا شوف هاو الكتب اللي قريتهم هاو القناعات اللي وصلت لهم وهاو شو مش نعمل باي موافقة الحكاية القاتلة يعني مش مقتنعة لكن مدام كنتي قاري متأكد من الحكاية دونك موافقة باي خطيلا دونك احنا بشتكيو على شهريتك توكيو ما بشتكيو الأمور وكا شهريتك نتكيو على خطي فما حتى مشكل بالعكس عاجة باي دونك مهم زادا اللي يحبوا البزنس واللي بشتلع يختار يختار بس يحملوه شريك اي اختارت الشريك صحيح بيحكيو في النقطة هاتي خطر البزنس مربوط بالريسك دونك ما نقولش اي ريسك لو حروعه في البحر لكن مربوط بالريسك جزن اللي معاك تقبل الريسك معناها الحياة تعستابيليتيه كل بنسبة لأي انتربرونيرها هي حياة موت مش حياة دونك لازم دي ما فما ريسك وفما تحديات ويدخل فيها حاجة يدخلين محسوبينا ريسك وبالعمر الواحد يزيد يحسب ريسك اكثر لكن بالنسبة لي كان فما بلان بي مش اللوح راحي دونك باي كاما مشاشت لومور شنا ونرجع نقري عادي دونك عندي تليم ذا وزدت عملت براندي كاكتر نرجع نقري هذا البلان بي اي واحد يسألني يقولي هي كاما مشاشت لحكاية ممشاش نرجع نقري نرجع نحلك القراج ونبدأ ومعنى ومعنى كلمة علش كون ترضى معنى كنت نختار لك اليوم يجوني ناس ببالحق راو تقرق باش تقرق وما نقري هاش اللي هو يتقامش في نيشتاعي معنى جاي واحد يقرأ بيلوت ومش اعمل لك قليل ايرواني نحب نقعد نقرب وهو سنيه الفكرة هتقبل لك نقري تقريبا لحقيقا تقريبا قري الساعة هي ساعتين يعني اما تقريبا قري الساعة او حتى اقل اما ما يقلقش لحكاية خاطراني متفهم معهم على فورماشيون فورماشيون كما اللي كتريني مستلول والباقي كل دقاء نحكي على البزنس نحكي على المشاريع نحكي على حاجات كي يبدأ تلميذ باهي في وسطهم يتقلق من الكلمة يقول لك أنا جاينا نقرأ ومجاينا تحكينا حاجات متقراش في اليسي هما المشبهين في القراية او الحاجة يحبوا الخروج على الموضوع وتع القراية اي موضوع حتى كان مش مفيدة صح اي حتى احكي لهم على فيلم ولا اي قصة مفيدة اخرى ما بتحكينيش القراية هذي كان يحبوها ولا تلميذ باهي محباش الحكاية هذه حيث تضيع وقت لكن حتى كي تحكي لهم حاجة مفيدة التلميذ البعين هو جاي حاطوا بجيكتيف الشاقرة كان يمنحبوهم مثلا يعني جاي باش نحكي نخرف وبعدها نعطيك اربعة السلة هذوك بيجوك في الدفور ما يدفور نعرف اوش نعكي كيسوم الاربعة السلة بيجوك في الدفور ولا بي نرجع بيك معناها قلت يختار الشريك الصحيح فزوجتي ما كانش مقتنعة بالفكرة لكن قتلي معاك نفنسيو معناها البقية الانطوراج الكلهم ما كانو مش مقتنعين بالفكرة معناها كيف يجوها تجي فلوس ويقولها لا ويبشي يعمل في حاجة بليش ولا ومش حاجة بليش اللي كان بشي يعطيه بالفلوس هذي كيف بدأت الحكاية ديجيتال أول شهر دخلت مئة الف من المنصة ثقي أكاديمي ثو ثقي أكاديمي موجودة في الولايات كل مقراتها تجاه تجاه حكيت لك أنتجاه انجحت الباك ما عادش عندي علاقة برشة ثقي أكاديمي رجعت علاقتي باك عمناه الفسوسة ماشي بسهلول نشوف في عمارة ثقي أكاديمي ما هذا في بليش اللي وصلت للمرحلة معينة ثقي أكاديمي بالأرقام اليوم بيه هو في الموقع فم 400 ألف انسكري أمانه 35 ألف ناس شارية شارية ديزا بونمون معنى يختلفوا ديزا بونمون شهري هو شهري ايه بعد أوليفيه تعرفت على المجال البلوغينج من أكثر الناس اللي عاونوني معناه في البزنس فم بودكاست اسمه سمارت باسيفين كام بتاع باتفلين ينجموا يلوجوا علي حطلهم كان تحب انت اليوم تحفون برشة دونك معناها ودخلت في عالم التدوين وبرشة ناس فادوني لكن هذا أكثر واحدة ذي باتفلين باقي المفيد دونك نرجع للأرقام قلت 400 ألف انسكري 35 ألف مبيعات عنا 22 ألف 22 مقر في الجمهورية عنا اللي شفتوا انت ذاك السياج بتاعنا معناهم يخدموا معايا 350 ألف أستاذ اسميني؟ 350 أستاذ في جميع المتارات يخدموا معايا 150 شخص دونك في الماركتينج، في الفينانس، في الدزاين دونك لحقيقة عنا مام إكيب بتاع مانتونانس سيانا هذي حاجة بي مثلا في الليوكوب بتاعنا ساعت معلش يعني يصير فويد تعميه كل جيب بلومبيه يعملها يرقحها ترقية مشباهية دونك عمنا إكيب مانتونانس فها تسعة من الناس دهين و بلومبيه و شوفر و شيف شانتي و جباس معنى هذيما كل يكيب قارة في تقايا كاديمين يعملوا باليزان ترتيان تعليلو كوب تعلينا نحسب كل شي هاي هاي خطر مهم جدا إنه كيتحل المشروع تحل لوكال مزيان كل نهار يكون أزيد مني قبل ومش العكس ساعات نشوف قهوة تحل مزيانة نهار دول بتحفونة وبعد صير كما قولوا صحيح معناها يتولي خايب السيربيس يولي خايب الطول مفميشان ترتيان كل فالحقيقة العكس تماما الفكرة بتاعيني كل نهار يكون كل نهار أحسن فكما خليوش حاجة مكسرة خلي كيف كيف عنا كيف بتاع طبخ فشيف وعشرة منيس في القوجينة في اللوكال بتاعنا نفترون تعشيو عنا سالدو سبورت كما سالجوب شفتها في البودل اللي هو موجودة زيدة في السوستي بتاعنا دونك كلاي ستيشن دونك فما وورك انفيرمنت ايه فما بيت قيلولة بيت صليت ميضة ايشنا آخر عنا ستوديو بتاع تصوير مسيان برشة حسير دونك والناس اللي يخدموا الحقيقة هيشنو ساعات زاد يقول لك ما تمشيش الحكاية ذي الحكاية بتاع امريكا مش فيش في تونس بواني عقلي ما خد متعلم البزنس على الامريكان ما خير الكتوب والحقيقة كلامهم غالط تمشي الحكاية في تونس وطلقى الناس اللي يتقدر الحكاية ذي وطلقى الناس اللي تستحقها والناس اللي تخدم معنا اللي قدتك على 150 شخصة ذوما الحقيقة من خيرة العباد بالحق ناس في الامانة ومناء وفي الكمبيتنس أكفاء معناه دونك وهذي ويقولوا بقلة انو تتسايف وهي الحكاية شنو انتي تعمل كما قلت الانفايرمنت المحيط الباهي البيئة الباهية وتوجيوك الناس اللي تحب تخدم معك في البيئة ذيك نرجعك الارقام ماهو اخر خذيتو لابيل متع سترتاب خذينا لابيل سترتاب نحب نعرف الستاتيو اللي قال متع تقي شنوه هو احنا بدينا اكتيفتي انفورماتيك اوكي ومن بعد في 2018 ظهور استاتيو اسمه الدعم مدرسي حاجة كما كان زدنا دزيام اكتيفتي دعم مدرسي ده اول ما ظهور استاتيو اتكره قمشيت البيئة اللي هي وكالة نوض بالصناعة اللي هي كيف تحل البتين ده يزمك تمشي لها قلت لها بيئني قري على انترنت شنو ناجم نحل قلت لها دوريت اللوتيت 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 اذكا انا نعملو اما على انترنت هاي كيفاش اللوتيت اللوتيت قدلها معناها نسجل فيديوهات تعقراها نهبط هاي نحب نعمل شركة نعم ما فماش قلت لي حتى حكاية اقرب حاجة يعطيني قلت لي بره اكتيفتي انفورماتيك شهد اكتيفتي انفورماتيك معناها قلت لي حالية البلاتفورم كانوا فهم برشة تحديات انو من ناس ما تعرفش معناها ايلارمين تعرفش معناها جمع برشة ترايف في الحكاية دي هاينا جانا نذكر في الاول محلينا اه جانا ولي جاب كاميون معا قال بنتي قلت انتم معتكم برشة سيريات وبرشة كذي و تبيعه في حاشمة سيلفر بلوس قلت ليه فيه سيري سيري ايه قال ليه وينه سيبون قلت فضل قال ليه وينه السيلفر بلوس سيبون تحلك سيبون تلقى البنتك تدخل بالكود تلقى هكا في كود قال ليه دي جاي بكاميون وفي بينه شي عبي في بينه شي عبي السيريات معنا كلمتني حاجة نتذكر من القروين قال لي كيفاش تجي تقراها كل نهار الهناي ولا كيفاش قتلا انتي طوي بالتليفون تكلم فيها من القروين قتلا قاي قتلا جيت بحثين تكلم قتلا حاجة كما كحاسية لو كنت قبل الخدمة الاساسية بتاعي انتفسر للناس شو معناها يقرأ على الانترنت واذاك عليك دي جاي الفيديوهات تقرأت وتمو فادت معناك الناس صار للأمباكت وشيفت بعينها ينو تجم تتحسن عن طريق الفيديوهات دعوك اذاك خلى الإقناع أسهل ببرشة عمل بس بي على ذاك الفيديوهات يوتيوب من خلال أرقام قتل أرقام تعرف قديش تفرجوا على الفيديوهات بتاعياني على أقل اللي هبطوا من قرأت وتمو على اليوتيوب قديش تفرجوا عليهم من شخص معناك ينحسبوا عدد دقائق المشاهدة نعطي شخص معنا شوفتو نعرفوا شيفر الحقق قولي قولي اللي تعرفوا قولي خمسة وسبعين سناء باي تفرجوا عليها ثمانية قرون معناها ثمانية مئة سناء ثمانية مئة سناء اي وكل عام يزيد الزوز قرون يعني يعني ودي جاي خمسة وسبعين مليون فيوهات اليوتيوب ما نسيبش بالفيوهات حسب بالدقائق بالدقائق للا فهمة نمبر دو فيو وفهمة دقائق دقائق المشاهدة يعني انت كتفرج قريقة هاته مركات قريقة واحد تفرج على قريقة هاته مركات قريقة وتنجم الفيديوهات تقوميه برشة مرة برشة مرة وهذا برامتر مهم جدا عند اليوتيوب لانه نجم نمبر دو فيو ما يعكسش الجودة بتاع الفيديو لكن لو كالناس قاعد تتفرج عليك هذاك اللي يعكس الجودة دقائق المشاهدة لوك ثمانية قرون ثمانية سناء ناس تفرج على الفيديوهات معناه ان احكي معاك دينا صور خطر لا الاستاذ يقول لك كارييرو يتعدى 35 سنة تعليم اكثر واحد منك 38 سنة تعليم اني ثمانية قرون تعليم ايوه وكل عب تزيد اكثر فلا كل شي في الكبير برشة بالحق في الافامة ابعاد اخرى ديمانسي اخرى على الانترنت نرجعه الستاتوية متاع الستارتاب لابل لابل متاع ستارتاب نحابك طع تقول لك كيفاش تونسي اليوم عنده فكرة متاع بروجي نجم يردها ستارتاب اوكي هو فرق بين لابل ستارتاب وبين ردة ستارتاب باي الستارتاب الفكرة بتاعها انه تعمل حاجة معناها قابلة للتوسع بشكل كبير في وقت قصير فلا هذي في الغالب ما تكون قابلة للتوسع لما تكون عنده علاقة بالتكنولوجيا في انوفاشون اي من الحقيقة نجي كوما فيهش انوفاشون لكن عنده علاقة بالتكنولوجيا هاو هاو تنعطي مثال توضح به القصة ثان لو كان نعمل نعمل من على الشنين حنو تيبيع في الحماصة حماس حماس نحب نكبر يجب نحل حماس اخر حماس اخر يجب نحل لقاء الاخر ونجيب نهستخدم نحب نكبر نحل حماس اخر الكوبر مربوط برشا ولا نحل نحل دي كابيني بتاع دنطيس كنحب نكبر يجب نحل مجيب دي دنطيس خريين ياخد ممعنات الكوبر مربوط انو باليد العامل بالتركريتي عالبيد تكبر اللوكال باي هذا متسمع شتارتاب لانو بتاعها صغيرة برشا ستارتاب هي مثلاً بنسبة لي نعمل فيديو مرة برك في تقية كديمة لكي نجي متفرج عليه واحد كي نجي تفرج عليه مليون واحد صحيح راو كي يولي وتفرج عليه مليون واحد عندي الكستمر سيرفس اللي هو الحرافق معنى اللي باش نقارنطي الكاليتي باش يجونا دي كومنتير أكثر جمعة الكميونيتي ماناجر باش يخدموا يجاوبوا على الأسل أكثر يتفعلوا مع الكمنتير أكثر لكن مش على كل كليان زيد رسورس على كل ألف كليان زيد رسورس فهذه فكرة التوسع وما تنجم تتعمل لح كده كان بحاجة تكنولوجيك ينجم يكون سيرتاب ما فيهاش إنوفاشون أصلاً لكن تتعمل أخذ ما بده بالتكنولوجيا والستاتوي متاع لا استاتوي تالابالي حاجة قانونية عملتها تونس تحاول تشجع بها اللي عندهم فكرة سيرتاب كما قلت انتي عندهم إنوفاشون تحاول خاطر عندهم برشة مشاكل تحاول تحلل المشاكل من بين المشاكل اللي موجودة إنو حكاة الدفيز دونك انتي بشتعمل مع تكنولوجيا دونك يجبك تكري سيرفر فلا دوما ليسيرفر وكل يتباعوا بالدولار وبالتجاحنا الميكرو والكاسك دوما كلهم تباعوا البره فلا دونك شيري متريال غير وكل يتباع البره دونك فعطاتهم بعض التسهيلات في مثلا عندهم الحق في يكونون مئة مليون في العام يكونفرتهم الدفيز يشيري بهم سيرفر ولا سيرفيس على الانترنت سيفة عامة أعطاتهم إعفاء مش إعفاء لكن تنقيس في السينة الساس اللي هي معاك كبير على الأخ يتخدم معاك عباد انتي لك ما عشان حتى نعطي بعض الأرقام بشي بيفهمين الناس لو كانوا واحدة تجيبه تخلصوا مليون تفهم معها مليون انتي متكلف عليك مليون وسبعمية ثم السبعين بالمئة زايدة تفحها سينة الساس وقباضة وفازات كم هاك فالحكاية دي نقصه سبعين بالمئة سبعين بالمئة زايدة على اللي تفهمت معاك لك هو بشيخ في ديه مليون انتي كالسوسيتي تطفع لي مليون وسبعمية معلومة جديدة اوكي هلا فالبارتي سينة الساس نقصه فيها عندك امتيازات أخرى لو كانت مشروعك مربوط بالهاردوير معناها قطعة لك تجيب شوية قطاعة من برا سهلو لك في الديوانة الحقيقة لسيرفيس تاحا مش خايبين باهين اما بداية الحاجة اللي حبيت تنتصير يعني واني خليت من اوائل اللي بني طلع على الابيل خليت الابيل سيرتاب لكن السهلو حاجات لك طلبنا منهم طالبين الزيادة احنا طالب فما عنا مشاكل بارشة اخرين نحب ونفضوها معناها قاعدين يجتهدوا هما الحقيقة لكن مازالوا بتفضلتش بارشة هولا جاء حتى كتعدى القانون وقته المقترح كان مئة فاصل تعدوا منهم عشرين لك فما بارشة حاجات متعددة شوي لزم هتتعدى اللي عاملوا القانون ولي كانوا معناه موتيفيوا كل الحقيقة تحس عندهم انرجية بالحق حابين يصلحوا كذا توا قلت شوي الانرجية قلت شوي الانرجية مقولش نحاد لكن قلت شوي معناه معاد شكل الرغبة بتاعي يحبوا يدزوا فما ناس قبل تحسهم بالحق تحب يدزوا توا قلت الحكاية كيفاش انسان تونسي اليوم جان تونسي عنده فكرة متاع مشروع يقدم اللابل متاع ستارتاب فما عندهم عندهم موقع على الانترنت اسمه ستارتاب اكت وانتين دونك تدخل فيه اذا كان عندك فكرة مشروع تقدم على البري لابل معناه الفرق بين الفكرة وبين المشروع المشروع حالية تسيبان باتينتا كان حالية باتينتا تقدم على البال طول اذا كان مازلت محالية باتينتا دونك تقدم على البري لابل بشي طلبو عليك بارشة ديتيع على المشروع وبشي طلبو عليك بارشة صفحات تعمر شكون كنتي معناه شكون ليزاسوسي معاك كيفاجاتكم الفكرة ويطالبوك انو تسجل فيديو بدقيقتين تشرح فيها تشرح في الحكاية اذا كان اقنحهم الفيديو كلهما هما لجنة من مطلسة نواحد تقريبا اذا كان اقنحهم الفيديو بتاعك وكل كلمة بري لابل يعطيوك اذا كانت و تمشت حال البتين تاخذ لابل اوتوماتيكما في طرف ستة شهور تحال البتين تاخذ لابل اوتوماتيكما بينما اللابل تستمتع بالامتيازات من بين امتيازات ما انا مستعملتاش من بين الامتيازات الباهية اللي في اللابل انو لو كانك انتي تخدم في خدمة وعندك سالير معينة يعطيوك مدة عام نفس السالير اذا كان مفوتش خمسة ملايين يعني كل واحد كان يخدم في شركة ولا كذا شهرته 1500 يعطيوها كما نقولو منحة 1500 في الشهر مدة العام اللول اللي حل فيه اللابل وكما كنتش تاخدم تاخد مليون مليون اي 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 انا محقق انا ما خلق بو فما حاجو خلق زاد يسهلوك و تمشي للزيفانمون معناها للبرة فهمتها ما كنتش في بالي ان اني الفكرة اللي ماشي بها كنت كنت انو مدام حمدو الله معناها يندخل وكل نمشي على حسابي ونمشي على رأي وماشي لازم مليون خليلو احد اخر ياخدوه اي اخي طلعت ليه؟ طلعوا الناس اللي قاعد دخل هاي اللي تاخد في المتيازات هذي كل وهذه عقلية غلطة معناها ما يعمل لك شي مليون معناها ما يعمل لك شي فهم الناس خلين يعملون برصة حاجات يحتاجوه اي اني مش ماشي بفكرة مدام عندي امتياز ناخدو نحتاجه المتياز كان نحتاج ناخد كان محتاجش خلي غيري ياخدو طقيق هذه من اللول فهم ديفون حطت فيها باللول لا كلها معناها تمويل ذاتي باي انا عطيك بعض الكواليس كما يقول باي هي الفكرة اصلا فكرة تابليت غرافيك هذي مشيت مره لدار صاحبي وتلميذي اني تلميذة اللي قرأوا عندي صحابي دونك نقول صاحبي وتلميذ دونك مفهوم القصة طاق مشيت مره لدارهم نلقى خوه عندو كحكاية فاستيلو لوحة وستيلو وتعمل هذي قل يريد تصور على الوردينتور واني وقتك قريك الكتاب تاع البلوغين هذي هو اللي حاج تيبي فولا دونك خليتها من عندو تسلفتها شهر بديت بها او الفيديوهات عجبتني الحكاية دونك ما نديت واحدة من فرنسا واخر من الامازون امازون بوانفير جبالي شكومة فرنسا وبديت ننطلق به بعد الفيديوهات الولى احتجت شوية كاميرا وشوية متريال وكذا قدرتو با 12 مليون ما عنديش يعني وقت 12 مليون عليش ما عنديش 12 مليون وقتها معناه تعرف عندي عائلة عندي شوية ديون خلاص فاهموا كل دونك ما عنديش فلوس قلت تسالح كاية بنظرة البلوغينج عملت ستة فيديوهات وقتها اسم كيف تجني الثروة احكي مع البزنس تقريبا تلخيص كتب قريتهم تجارب عملتهم حاجة كمك وبعد قلت ايا عندي محاضرة في البزنس تخلها ب40 دينار اخسج له فاهم برش عباد محاضرة طوله عماته في درش عباب سوسة اذكر درش عباب حمام سوسة دخل جايوا العباد اللي يحضروا اول ما دخلوا قلت له ما يهاول 40 دينار بتاعكم يعني بتكمش على الحكاتي يعني قلت له في المحاضرة محاضرة 9 ساعات انا نتكلم عندي اش كلا تحس ما تنزل على البلاي نقاط اوك كلا عندك صور نقاط 9 سوية رائده قاد قاد تكلم 9 سوية في المحاضرة اني قلت لهم بلولي بش يجي عندي فكرة مشروع بش نتراح عليه كان يحبي كونكسيونير مرحبا بي فلا اول ما دخل كيمقود رجعت لهم المونتونتان قلت لهم هاول محاضرة 9 ساعات بو اخذيت من 8 ساعات محاضرة والساعة بش نحتي تكون فكرة قلت لهم هيري البلاتفورم ورانا توا وقتها عندي عامين دي جاه في الفيديوات ها ها عام ونص قلت لهم بش نبدأ لاني توا عندي موقع على انترنت بش نعملوه وعندي متريال حب نشريه وعندي فيديوات حب نعملوه وكل يتكلفو 12 مليون ايني نقدر الاسفلسيتي توا بمية مليون فقية اكاديمي اللي بش يدفع مليوني ياخت 1% بعد حل عماليه بي دونك لميت في القاعدة دي كلمية 12 مليون تعملت كيما البورسة ما اي ماذا فابت دونك بزي شريت باهم شوية متريال وكل بيسي جديد وين وخدمت الخدمة ومبعد ماني قلت لهم ملور راو ومبعد نشري معانتكم اللي ساكشيون بتاعكم وكل دونك فامشكون الشريت معاندو أقل واحد بثلاثة ضعف فاما بثلاثة راو مش مودة طويلة فامشكون ما زي الاكشيونير من العبادة ذوكم من العبادة ذوكم لا ها تنقولك اما بيعو كل راو بيعو برادة معانا فامشكون بيع فوة 3 فوة 5 فوة 6 حتىكش فيه 40 اربعين اربعين اي اي امسته مليون رجاله اربعين مليون اي اي اوكي دونك ما حابو يبيعو معانا حابو يوخر شو اه اه هذي حاجة لول حاجة واخرة اذا عملتها اللي قلت لك اما بوراوي اللي قلتك عليم اللول ديفلوپور اذاكا تخل بالسيت دونك ما عنديش بشي نخلصو فطبا ايجا تشاركو معانا دونك اخذي بورسنتاج من الشركة ومعازوز اخرين زادا الديفلوپورا بعدو هو ما جايو اخذي بورسنتاج شركة ومبعث حابو يبيعو فقبلت عليهم زادا البار بتاعهم معانا اه دونك اذوما اذوما معانا اللي قلت لانتي معاك شكون ولا دونك وحاجة اخرى اه عام 2015 اه اه فما استاذ اسمه سامي برحيم اه هو استاذ ليسي بيلوت اه في نابل المشكلة اللي قلتها على الانترنت اني قلت لك النيشة بتاعي تلامذة ضعافة ولم المشكلة تلامذة ضعافة هذوما كيدخل يوتيوب مايحطش قراية مايحط غناية كليب ماتش اي موضوع الا القراية يعني دونك قلقيت تلامذة باهين هي تلوجه على القراية تلامذة الباهين الفيديو بتاعي بنسبة لهم باهي رابيل باهي فازات جمارات كذا موش هذيك القراية عندهم هم يعرفوا اغلب الكلام اللي وجود يعرفوا بلا دونك فيقولوا اليوم سيوزيدنا اجرسيسيات عطينا حاجات اقوى كسحلنا في الدرس نوع كذين ومش دومانيا يذيك دونك تلامذة ولا بيحكيوا لسدتهم في القسم انه فهم واحد يقري على الانترنت عملوا طال عليه كذين فمن بين الناس اللي يحكيوا له ماذا يا سامي فاتصلوا بيا قال لي حاجتي بي كذين جيتوا لنابل عملنا قهوة اكتشفت انه هو عمل فيديوهات من 2006 يعني نحكيه وتورانا نحكيه في 2016 هو عمل قبلي بعشرة سنين فيديوهات لكن بحكمه استاذ وكله كنقول استاذ معناها ما عندوش فكرة كبيرة عالبزنس دونك عمل فيديوهات مخليها من كاكل كذين دونك قطلوا باي ايجا معناها قلي عجبتني الفكرة بتاعك كل حبيت نعاونك كذين قطلوا مقابل شنو تعاوني قلي مقابل حد شي دونك عجبتني الفكرة نحب ندز معك وصادقه في الحكاية دونك باي فاشنج تعاوني قليتهم عاديك شوية سيريات للجماعة اللي طالبين قطلوا مشكلتك اندي قطلوا مشكلتك في تلايم ذا البهينة هذوم يطلوا عليك زرسيات وكسر نحبش كسر راسي يعني في الحكاية زرس صعابه كل قلي فهم عادة مشتنا بعضك شوية سيريات أعطيهم اللي بلاش مريك اكي شكل بت شوية سيريات بعثلي ايمايه البعض تعرف بعثلي حكاية قيمتها لا تقدر بثم بعثلي كونتيتي بتاع السيريات وإجزرسات بحكماني بونقري في المات ونفهم الكاليتين الكاليتين تاعكزرسات مو خق يقف كونتيتي كبيرة عاللخ بالكوركشيون وكتبتهم زيانة وكتبهم بالتابليت حاجة من وراء العقل كلمته يا ردي متأكد هذا بلاش نعطيه خالي يعطيه بلاش اه بلا باه هو بالمناسبة هذا كتب 22 بارا سكولير اه معناه نصيطر نصيطر عظم نكمل ايه سكر استجد لكم وعمل فيديوهات وفاهم شو معناها ويحب قلت هذا الشخص اللي نجم يكون شريك ليا وهذا اللي نمشي فرحان بي هذا عنده فيزيون بعيدة فنقترح تعليقاته باي ايجي ندخل مع بعضنا اخوذ عشرة بالمئة من دقيقة مدفعش فلوس امريك خليم بيك متفقت فلا دقائقاته من 90 بالمئة عندي وعشرة بالمئة عن سيسامي هذا بعد كيكا جيب هو ريزوب بتاع بروفيت كبير على الاخر فلا انا هذي هذي حاجة مهمة اذا نحب نحكاها في الحكاية هذي كي بديت بيت وحدي مبعد تليم در بداو بلاي عندك شي بروف ايكونامي سيانس طرشان وكذا واحد دقائقاته مع بعض البروفيت اللي نعرفه ايه قالوا لي باي اوكي فكرة باي اكل معناه اذا كان بديت نبيع وقتا قولي بقدرش تبيع قطلهم خمسالاف شابيتر قطلهم قطلهم شابيتر 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 باي في بالك بقدرش نعملوه شابيتر راحنا قطلهم في بالك هو شابيتر ياخذه فيه مليو ونزوز ثلاثة قطر شابيتر يتقرر يتقرر على برشة قطلهم قالوا لي انتي بتحطه بخمسالاف قطلهم راوى فما حاجة اسم سكيلابيليتي راوى صحيت فما ماس نخدمه علىها فما معناها فما مجهود تبذل وكذا قال لي معنايني نخرج سيرياتي للعبات بلايش للعبات وبخمسالاف ويتفرج علي الناس الكل وينجموا احتلميه يقول لي ما يعجبتنيش ولا يسبني ولا كذا قلت لي ذاك هو ديجيتال ذاك هو كان عجبت الناس يحطوا عليك رايتينك قوي كما فاست هفلام قبل هفلام قبل هفلام قبل اللي يحقصوا بيجيه للماركيتينك قوي هذاك اللي نجى حكث الفيلم لأنه بيش يتفرجوا عليه كعبتين في السينما وكذا توا اللي ما يكونش الفيلم بهي اللولانين اللي يدخلوا للسينما ديركت يحط رايتينك خائب ما يعش يدخلوا حتى 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 إذا ما تكون بهي وانتي ممن عندك فيزيون قدام فما وفقوش للسيدة اللي يدخلوا معي فلا هذي مشكلة سبحان الله بعد جاء جاء سامي هذا وجاء بريزو بتاع السيدة ما كنت سنحلم به أصلا معناها خاطر هو معروف عند السيدة وذلك عليش احنا أول لوكال حالينا مش في سوزة حالينا في نابل لأنه ريزو بتاع السيدة في نابل جاء بريزو كبير على الخطاع السيدة ومن بعد صارت حكاية سيدة وقتها وزير التربية جلول مش تعرفون نعم جلول هذي عمل حرب على تيوت عمل كانت في صالحة اكاديمي في صالحة لأنه فما برشا أستاذة خافوا وقتها كل ما تخافوا من قولها باحتراز لكن ما حبش اللغة دي وكنت كلمتوا من قبل قالوا لي يا عودة حكينا عكا الفكرة أوكي أوكي وفي الحالة دي ماش مسألة شخصية شخص نفهم البزنس أوكي ما زلت حاجتي بالحكاية يجا مرحبا هاو الحكاية كيفش كيفش تعلموا الحكاية ودخلوا وقتها معايا معنا ريزو جاي سامي من اللول جاي بريزو ومن بعد سهلت حكاية منعان ليتوا تسهل عليها برشا الفكرة العامة إنه إذا كان بضحت ثنيتك وعندك خناعاتك بشي تفاهة لو سبحان الله ربي سهلك أشياء ما كوتش قليلة حساب جملة واحدة صحيح شف كيف اللي صار في الكوفيد كوفيد ناس سكرت وكذا مشاريع وبيت فلسط وكل واني شف دافير بتاعي نعم شف ريزو طار الفوط طار طيرا حتى الناس قاعدين يظنوا إنه وين يقاري حسابي كيفية جات في موقع الفكرة قبل الكوفيد يا دي كمراء وأقدار معاند ربي معناها أني ماشي في إثنية صحيحة وديك أقدار معاند ربي معناها ما تتخيلش إنه يقاري حسابي بشي تصير كاكا معاناها حاجة كارثة كوفيد مشيت في إثنية وربي سهلة بالقانون هذا بالكوفيد بالناس عارفتش معناها بالعالم الانترنت زاد قويت في تونس الكاتجي عاوني عالاخر ذكر ما كانش رو فهمة كاتجي من عاش الناس ما ذكرش كان فهمها دي سيل تعب عالاخر 512 و بضبط وكانت المناطق الداخلية ما عنديش أكسير الانترنت جملة واحدة ولا كيجي الكاتجي الحقيقة فهمة الوزير التكنولوجيا وقتها شاسمه نعمان اكا اسمه نعمان اذاك الحقيقة كيعمل الكنتراب بتاع الكاتجي مع الاتصالات وكل الشرط عليهم انو مش يقتصروا على تونس العاصمة خاطر هما كجماعة يقروا حساب الماس موجودة في تونس العاصمة وكيعمل لك بوتوات كان في تونس العاصمة اللي رولي نقص شرط عليهم انو يكوفريوا اغلب مناطق تونس وذي كفديتني عن الاخر ذا الحكاية الناس اللي عندها عندها الاكسير الانترنت ولا يتعندها الاكسير التقيقية دجال كوفيد نحسه ربح يمكن ان ربحتونا 29 سنة بش تدبتي الديجيتال بصيفة عامة في e-commerce في e-learning اي حاجة في الانترنت دجال بالضبط نعمة 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 بش بش قدمنا شوية في الديجيتال بالضبط هذه كان الاخدار سبحان الله ولا تقي اليوم كيفش يشوف النظام التعليمي في تونس بيه هو الحقيقة انا مش استهدر هو نزيد نعكد على المعلومة هذه لكن مهتم جدا بمجال التعليم ومجال التربيم معناه نعرف نفسي اني انفستيسور في المجال هذا مستثمر في مجال التعليم لكن عندي برشا حاجات نحب نعملهم وبديت فاهم الحمد لله نحب نحب نعملو توافق بين بين الحاجات الجديدة اللي قاعد تظهر في العالم وبين تعليم بتاعنا اوكي رأوا تعليم تاعنا لحد اللي ابتدائي طياره على الاخر نطلع يعني على البرنامج باكم عندي صغار يقراه ابتدائي كل بهي قاعد طريقة التدريس وكل ديك ووقت التمدرس والبنية التحتية بتاع المدارس وحقوق المعلمين هؤلاء حاجات مهمة نتركحهم بالدولة لكن البرنامج الدراسي بهي حد البتدائي بعد ندخله في التخلوي بعد السبع اساسي تخلنا برشا في التخلوي تخلنا في برشا حاجات كاسحة محتوجهاش ناس كل تخلنا في برشا معناه وليدنا كما قال الاخر نعملو في الله شيء بإتقان نعملو بحد شيء معناه في الاخر انت في الاخر في الاخر تقولني ننصلك على معلومة قيدة في سبع اساسي في المادة كذا جملة فالباك متفكري بطاق إذا نربطه من الواقع المعلومات اللي في العالم تتجدد كل عامين ثلاثة سنين ونقحنا التعليم بتاعنا مجددش بالكل فنحب معناها يكون التعليم أقر بالواقع ونحب زادا انه نستثمروا في ناس من مجال العمل يجيوا وقريوا للناس معناها مثلا انت سكشيون فرماتيك ولاني فرحان بها دي سكشيون فرماتيك على الاخر كتا عملت جيب ديفلوبرها اعطاهم حصة في الايكونامي جيسيون جيب رؤساء الشركات جيب مديرين جيب دي بديجي جيب ناس دي سنتربرنور اعطاهم حصة يقريوها في مجال معلش يعني سيونسك فريموتار اللي عنو مش هو الاسي فيتي اه ما مش مشك جيبالهم مره طبيب يحكيرهم على خدمتوخات روما اللي يمشولها بل كشي مثلا مش هذيك الحاجة اللي يحكيوا فلا فالحاجة هذي نحب نعملها وبديت نعمل فالحمدلله ودجا احنا في تقايا كان كيت اه شنية رسالتنا قطلب نعمل وزارة التربية دوب وان زرو لانك اه نحب اي واحد حاشته بمعلومة يلقاها غادي كاي بسهولة ويتمكن منها ويعرف ارتباطها بالواقع ولا تكون المعلومة اه نقولوا رأي هذي المعلومة التي تقرأ فيها لكن الابديت بتاحها مش في البرجرام وهو هذا وتطبيقها في الواقع تلقاه له هنا ولا هذا الحلم البعيد شنين المتاريات اللي تشوفهم مهمين ان نزيدوهم أبار المات والفيزيك والعلوم الصحيحة اه اه هو فما المواد كما الايكونامي والجستيون والدرواء ما او مقاروش احنا درواء في الفليسية اي 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 اوكي حقيقة ان المذابية نقراو حاجات على ما يسمى soft skills مهارات المارينة طريقة التواصل مع العباد اللي هي اه نقراوها شوية الاصل نقراوها شوية في التربية الإسلامية لكن نحب نقراها من منظور ديني وزادة من منظور اجتماعي كيفش تواصل مع العباد بصيفة عامة كيفش تحكيه وهذه راي نعكسة اسمها وزاد تربية دجا تربية هي بث القيام في العباد قيمة التواصل وقيمة تقدير الكبير وقيمة انه رأي القرائي ماش كل شي وقيمة انه يزمك تقدير الذات عندك ثقة في نفسك قيمة انه تعرف الهدف بتاعك وتسعاله قيمة انه تقدر الاستاذ تحترمه كشخص كبير وكعطاك معلومة هذوما قيمة كلها زمهم يتقرروا وليزم يكون عليهم نوت نعرف انه من بين الحاجات الباهية في السلام الياباني مش كله باي ومن بين الحاجات الباهية انه الحاجات الباهية في الإظام الأمريكي انه ما فيماش حاجة اسمه فاكلتي تاتيك كلها بري في واني معها القصة هذي لو كسيبهم بش تضيعوا له عمر وكل في القراءة بعد ما يلقاش خدمة لو كسيبهم 18 سنة يخرج كان يحب يقرأ لو الدولة تعطيه قرض من غير انتري يقرأ بيها معنى يتحمى سوريت اللي حكياتي مش بوهم يصرف علي تحمى سوريت اللي حكياتي هو يختقرض ومبعد يخلص هذا في امريك كان محبش يقرأ ودخلصك الشغل من وقت كنصروش راسمان فلا فنجبه نجيبه شوية هكا منا مغادي ونعم نظام تعليمي بيه بيه برش فمماتية أخرى مع رشك نشاطرني فيها اللي هي نعلمه الصغر من الصغر الانتروبونالية والفلوس بيه هي حاجة بيه حاجة بيه على خد دي جاني صغاري تاو في الدار نعطيهم مصروف طع الشهر فيقى أمهم زادة نعطيهم كل جمعة قداش نصرفوه وهو ما يصرفو علينا يعرف قيمة الفلوس معنى أنت الصغير يكون يقول لك نحب نشير كعبة جلاس نحب كذا وقتلت تعطيه الفلوس في ديه قول لك لا نشيره جلاس يقول لك ليه مش داخلها في البيجي تعلم البجد معنى ولكن كان صراع عدينا الجمعة هذه مريكل عدينا شوية فلوس وقتها نمشي ناخده جلاس يعرف قيمة الشي هو يصرف على الدار هو كريم يصرف على الدار وتراه غالط وتخليه وبعد ما يكمل تقول له له مش كارنا عملنا هكا وكا تقول لك ايه والله حكت صح ويعرف ولا سوام ويعرف شمان التضخم ويعرف شمعناها انه تونس تستورد الماكلة بتاعها ويحس إذا كان المتيرب معناها المادة الويد الأولية نقصة من السوق المعيشية نقصة من السوق لك فاهم البزنس الحقيقة هذي نراها مائم بطبيعا مش يكون عند لو لأكل لكن ما نراهش في عمر صغير برشا برشا فليسية معك 100% فليسية مهم هذا نشوف اللي يجب ان تصالحه هو اراه شوف اراه شوف الابتدائي نعرف البرنامج بالباقي وباقي وفيه الحكاية منعرش اسمها بالضبط لكن نذكر التمارين اللي عملوه المعلمين يقول لك اشترى ابي قطعة ارضا فلاحية مساحتها كذا بي ويخليله الموطن فارغ واشترى سيارة بي خليله الموطن فلاحية واشترى بيتا بي واشترى كعبة حلوة تعرف شنو يكتب تليمتا كعبة حلوة يكتبها مثلا 20 الف دينار كعبة حلوة الأرض يكتبها ب 500 مليم معناها وبرشة تليمتاك معناه هو عنده كعبة حلوة مهمة في باله بلدك بفلوس أكثر وعنده الأرض شنية أرض مش مهمة ولاذا التجار توا يكتب لك السوامة بالفرقول يبالك بالضبط فاهم البزنس فاهم البزنس ولا معناها فما الحكاية ذي رأي في التعليم دي ابتدائي لجاء احنا المساء القبل لماذا قلت لك بعض البداية تدخل في حي التعليم في المساء القبل مش فما السياج و سياجها واحسب المساحة وقد يصرف الفلاح معاش ما تذكروش ممكن لا تذكر ايه ومشيت الباقة وعطيته كذا قداش أرجع لك إذا كانت أحسب اثنين اذاك بزنس المات بزنس الغاس أنا الحقي قريتها كمسألة حسابية التي تعملها صحيح قوت المعلم قوت المعلم لماذا قلت في التعليم وفي المعلم في المعلم الميزة بتعطيهم حقوقهم احنا قاعدين نحكيه واللي قاعد يصير انه فهم معلمين تقصرهم شهيريهم وكل صحيح حكيش برشا سياسة ما نحكي هذا يسمو غبئ غبئ كبير على الأخر حقيقة انتي تنتي ودك يقعد بحذيك درجية ما تطيقوش حقيقة بالعكس اذاه ما ناس يزمة تتكرم من بين الحاجات اللي تعجبني على أخ في التعليم بريطاني دكاترا يحطوهم في في التعليم بتديقي دكاترا مش باك بلوس دو ومعندش علاقة هي باك بلوس دو اما هو يزمعهم الدكتوراه في التربية مش يحطوه غادي كي يزم يكون مسؤول بالحق معنا هذوم الناس يزم نستثمروا فيهم مش على خاطره قاعد بطار السنوات دونك هكا نحطوه معلم مسؤولية كبيرة فالحد التعليم اللي ابتدائي طيار علاق التعليم دعنا من بعد يدخل في حبك تحكيلي على العادات متع تقي اكاديمي ويس كنهارك نحس عندك تقي اكاديمي فم بواد ديولوب موزاته ونجوان بعدك كيفينش يعاد ينهار تقي مع العائلة زادة مع الصحة اهي اوكي خاضر فهمت سؤال ان تحكي على تقي اكاديمي ولا تقي 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 ديم المسعود هو الحقيقة كل نهار فهمت تحديات فهم الشكل سبك تفضل اه هو شو انا عمليني في اول صباح بش تمشي تواصل صغارك لقرايا كل في السنية تحكي لهم حاجات سألهم على بجي القتلك علي صرفوه كلي صرفوه مذيقل تقول لهم حاجة كبير بي ان بعد تبش تمشي الخدمة اول حاجة بالخدمة بش تعمل دورة تسلم على الناس وكل اه تحاول تنتبه اذا كان فهم كورو مش متعدة اذا كان فهم كورو مش متعدة اذا كان فهم كورو بيلعب ايدا كورو مش متعدة اذا كان فماشي واحد عنده مشكلة كذير بي بي اذي مهمجات معناه تفضل نزاعات اللي اذا كان موجودة معناه قبل ما تكبر حاجة وحاجة حاجة كيتراكمي وليو حاجة بي بعض يكون فهمة دجال الاجتماعات معناها كما نقوله في وقت قصير دجالي بوان بتاعها مفكسين معناها مثلاً احنا ديما الاجتماعات بتاعنا تكون مكتوبة قبل ما ندخل معناه شوشو عاشوف نحكيه بالضبط قداش نقعد وقت ساعات ساعات مكتوبش قداش نقعد وقت لكن نكتبو عاشوف نحكيه ولا كملو نقاط لولا ثانية ثلاثة كملو في الغالب يكونوا قرارات معناها قرارات مهمة جداً للمستقبل بتاعنا مثلاً أعطيك مثال توا تشوف انتي توا خطر احنا في الصيف تشوف برشا ببليسيتي بتاع الجامعات الجامعات الخاصة معناها يجا قرارك هذا يخطر بريوتا توجيه جامعي هل نمشيو في الحكاية دي ولا هل نعملو معناها ببليسيتي ولا نعملوش ليش؟ هي فيزيبلو كل مطل متجم متجم تقيسها ليش تعرف قدش تفرجها قدش شافها من واحد هي برا مليون كربة تتعدى مغادية يشافوها ما شافوهاش ما هو المباك تتاح مش راوي بعدها مش راويش ننساوها وغاليا اولا ان البودجيه ذاك نحطوه في فيسبوك ولا يوتيوب ولا غيره نعرف بالضبط قدش جاني لان الحاجة تلي فهمتها ناخذو قلالات في اجتماعات اوكي يجي وقت لفتورنا هبت نفتر نعمل طريحات بيكبونج عنا بيكبونج في شفت ايه اوكي بلا نعم طريحات بيكبونج وبعد العشية نمشي للسوسيتي الاخرى للسوسيتي الديبلوبمون نفس العمريين دور نسلم شوفهم مش مشاكل فهم مش ديسيزيون اخذوهم فلا هذي الخدمة في الغالب هي مشاكل وفضان مشاكل في الغالب يفضان مشاكل واخذ قيارات هذوم هما اللي نخدم فهم واني كيقولش ما نخدم ثلاثة حاجاته بضب فض مشاكل نخدم خيارات بتاع مش واحدية عنا بورد احنا عنا بورد ونحطه فيه الفوت الحقيقة الفوت بتاعي بزوط اصوات لساعات بثلاثة حسب المسألة لكن اذا كان فوتي والاخرين كل ضدية نوكي فيه برأيهم والحاجة الاخرى اني نحرص ان يكون فهمة نخدم سماء يعني نقولهم مهرج نحرص انه تكون فهمة النكتة والضحكة والناس تفيدك مع بعضها في العلخ هذه نحرص عليه العلخ بناتنا احنا نستعملوهم عنا نستعملو تيمز غير الخدمة نقصد في الشات بناتنا دونك ديما نحرص ونبدأ نهرج يعني في تيمز مش نعملو اجواء باهم احكينا لا باهم اوكي هذه هي حلمة كبيرة العلخ اني الحلمة باختصار نحب نعمل سيليكون فالي في تونس ودي السيليكون ودي السيليكون الليس ما تعرفوش هو مجتمع فيه اقوى عباد تكنولوجيا في العالم اللي خرجوا من الفيسبوك و جوجل و ابل و مايكروسوفت الشركات الكبرى الامريكية اللي سيطرت على العالم في التكنولوجيا خرجت من البصر بك شليكون فالي كاليفورني ايه بضبط نحب نعمل حاجة كمها كافيتوز باي اوكي ونعرف انه اهم حاجة في الحكاية هذه هما الاشخاص فانك لعباد يجب لعباد يكون عندهم تقريبا نفس المينتسيت عن الناس اللي في كاليفورنيا غيرتو اذا كان لقيت لعباد هادوما اللي عندهم نفس التخمام هذا سهل بش نعملوه حتى من غير تشجيع دولة لحدشي ايه نطلب من دولة متعطلناشو كهو بس ينو فنحن نعملوه باي فجيت الفكرة الفكرة انه مدام عندي لك سيلة تلامتانية في عمور الصغير نجم ديكتش كون المغرومين بالبزنس كون مغرومين بالانفورماتيك وبهين فيه مغرومين وبهين فلا لانك فايدوكم نجيبهم معي في هذه الشركة سوفتيلاينز كيفاش نعملوه انه يخدم ويقراه فرد وقت الفاكورتي يعني هو السيك التاحهم طاع واحد مثلا بشي يعمل مستير يقعد خمسة سنين لانك يقرأي على طول من الثنين للجمعة يقرأ لانك الفكرة انه يجي بلاست ما نقرأه خمسة ايام في الأسبوع نقرأه نهارين برك و بلاست خمسة سنين ردوها سبعة سنين خطر كانت خمسة ايام ولات نهارين لانك البروغرام شي طويل فلا لانك يقرأ نهارين ويخدم مربع ايام ولا ثلاثة ايام لانك في الخدمة شو نعملوه نعطيوه الحاجات اللي نهار اخر ينجي بيبني باهم سيريكون فاليدي اللي هو تكنولوجيا السعي يتعلم بالباي خطره دجام مختارينو بايه في المات بايه في الديفلوبمان لانك قابل لانتعلم نجيبولو دي ديفلوبور اكثر منه بتجربة او ننخذو دي كور على الانترنت ولا نزوز مع بعضهم لانك نعطيو دي بروجيت نصلحوهم لو نعملو الكود ريفيو بتاع الحكاية دي لانك البرتي تكنيك مهمة جدا انبعد بعد البرتي تكنيك يجيو ببرتي تعالتواصل ماينتسيت فازة ديكا انبعد جي ببرتي تعالبزنس نقود معهم برشة عالبزنس في الفورماشيون زادا في مكتوب يقراهم هما زادا فبعد عام عامين يكون بروديكتيف سيد هذا يخدب معنا بقية السنوات لانك قولوا احنا ننفستيو فيه عام عامين فورماشيون وبعد يقعد خمسة سنين يخدم معنا ويخلص بطبيعه او المتخل البروديكشون يخلص ونقول لهم اذا كان في العام الرابع عندكم فكرة ستارتاب اني تجا نخدم بزنس انجل مستثمر ملائكي معناه لانك اي واحد عندنا فكرة ستارتاب ومنا وفينا وفاهم المعين ستارنا كل ننفستيو معهم في ستارتاب بتاعه معي ناجم يكون يخرج واحد طايرة على الاخر فاهم الخدمة مجرب خدم دي بروديكشون مع دي كليان من كافة انحاء العالم عامل ستارتاب بتاعه وهذا كله هو يقر مجرد ما معنى انت بزنس انجل بتاع بيطار باي بزنس انجل هو مستثمر ملائكي يشن معناه هو اللي يستثمر في الشركات الناشئة في اول اول مرحلة يعني هو شخص لو كان يحب يعمل شركة ستارتاب باي معدوش فلوس لازم فلوس على اقل شيري بسي ولا بشتعمل ال ام بي بي لولوك لازم فلوس فبشي لتجاء الواحد النفس ولا عيلته ولا كذا ولا الناس المقربة منه كل ملقاش عنده فلوس او الفلوس تاحه مش كافية دوك بشي لتجاء ما يسمى بزنس انجل هذا المرحلة دوك يمشي الشخص عنده فلوس يحب يستثمر يقوله راه الفكرة بتاعي كذا 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 واني وصلت فيها الكذا كذا دوك هالقابل تدخل معايا بتيكي مثلا حاشت مية مليون ميتين مليون تدخل معايا مثلا مقابل دي سكنس بورسون من المؤسسة ونكمل معايا بشي كامل مشروعه فلع فلاذي هيش ما بزنس انجل فهذوما ناس دي جاء كما نقوله نحنا معايا كما نقوله مساهمين في التكوين بتاعهم وكل فهوما اولى الناس بالنفس يسموها هذا هذي حاجة حبيت نعمالها واني نقرأ بو عملتها لكن بصعوبات كبيرة عملت نخدم ونقرأ بصعوبات كبيرة على الاخر حابب نسهلها للناس اللي بعدي هاوك هاوكا الخدمة في وصل القراية والفاكولتي قراية مش طويلة برشا قصيرة وان شاء الله هذوما بشي غير وجهتونس ان شاء الله ان شاء الله انتي جيت شوفته معايا شوفت اللوكاله كبيرا ايه اذاكم الفين متر مربع وان شاء الله مشيو تزيد خد كل عام بروموسون جديدة كل عام نعملو نزيد ونوصعو معنا في الليكوب بتاعنا كدهش عنده من عامي حكاية عنده عامين ونصطة وعندكم تاو بردكشيون عندكم كليونيتكم عنا كليونيت نخدم معا عنا كليونيت وعنا دي الكل هم مبر الكل هم مبر سبب واضح على شكل هم مبر لانه الديفلوبمون غالي فساعات ما يخلصكش هو ما يخلصوش نعطيك مثال جاينا مرة واحد هو صيدري فرماسيان يحب يعمل أبليكاشيون للفرماسي بتاعه ويبيع منها الدويات وفاصل كمك فجاي يحكي معنا على الأبليكاشيون هذي وفي وصل الحديث قالنا مشيت البوات الديفلوبمون مشي الواحد مشي الشخص قال يغني علي قالي نعم هيك تثم لين باي باي فخذي معنا خذي كي تيارش تعب حكاية شو ما يحب يعمل قال وذيه مش أقل من 40 مليون ولا مستغلي ثلاثة مليون مستغلي غالي قالي غالي نتفهم ولا فميخلصناش ميخلصوش فأنا كثريت كليوناتنا مش كثري كلهم كلهم من بره كلهم من بره أمريكا فرنسا أوروبا بصفة عامة كلهم من بره ساعات نخدم مباشرة مع الكليون ساعات نخدم صدريتانس معنا تحت شركة أخرى معناها وساعات نخدم نبني واحنا شركة أنا عندي شركة في أمريكا معنا عملها ون خدم فيها ساعات نخدم لأننا ساعات جميلة في كأرة يXT كنت دخلنا نحن him 그래서 نشاركو الشخص في ربحة الخسارة �도 توجد كيف يبدو عندك ليونيت كل من بره تتسمى الشركة Total Mox Exportatrice طوص الصيغة القانونية بتاعها اي هو احنا اكتيفيتي انفروماتيك مش عاملية Total Mox Exportatrice خاطر نجم ونخدموا الحاجات في تونس نجم ونخدموا مش قاعدين نخدموا اما نجم ونخدموا للشركة في تونس اما نجم ونعمل Total Mox Exportatrice خاطر تولي حتى في التاكس تنقص عليكم برشة حاجات نا لا لا بزوهم كيف كيف برسمي؟ نايا بزوهم كيف نا لا رجعون كل كيف كيف معناها ما عشفهم فرق بالحكالي ومع حقيقة كتابة الشركة هي حاليا الشركة ماشرة بحر Softy Lines لانه في مرحلة استثمار واني متوقع على كلامة ذا وكل ما شعورو ندخل فيه ما انتظرش منه ربح ديركت دي ما عندي في موخي ثمانية سنين عشا رقم ثمانية من جيبته لكن دي ما عندي بعد ثمانية سنين بدأوا نحكيوه قبل ثمانية سنين هنا نجرب ونصلحوا روحنا نحاوله نوفره ظروف باية بعد ثمانية سنين بدأوا نحكيوه معناها عادي على الاخر كانت توقع ثمانية سنين ما ندخلوش فلوس معناها بلعك نصف وقت ما ندخلوه لكن هكا دي ما نحب نظره طويط المداء وما نحب ندعامل كان مع الناس دي مع الناس اللي يتخمم البعيد مهم فتبارش عباد متفهمش كيف يقول له ماي نخسر ثمانية سنين دي جا اي 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 اللي هو لازم اكل فايزنك تحرق فلوس بش نجيب فلوس اكيد لازم والعقيقة اي 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 افسرها ذي من باين الحاجات اللي نعمل فا في الشركة بتاعنا في Softy Lines يتساءلوا دي ما اللي يخدموا معايا معناها بشقا متوصر فلوسة دي كل معناها هم يشوفوا الفلوس كما يقولوا انتي جيت وشوفت عندهم مكايت اخر صايحة ماك برو ام دو مثلا فلطة يعني يبدأ عندهم مكايت عندهم متريال عندهم مفطور بليش عندهم معناها برشا مصروف ومن دخلوش فلوس نفصل لهم عليش مثلا كي بتدخلو انت فيه شراكة بتاع بروجيت دونك مش بطالب منو فلوس دونك عما منبعد لو كان دخلو الانفاستيسير في البروجيت ذاك وقتها الجيب فلوس بهي برشا فما سؤالي سألوه ديما فيك حكاية الدورات بتاع الصوفتسكيلز وكل يقول لك شنو الحيوان لو كان جيت انتي كان جيت انتي مكش انسان حيوان شنو الحيوان المحبب ليك فديما يستغربوا من الاجابة بتاع ديما يقول لهم تمساح اشتغل الفكرة على تمساح تارف يقعد عام كامل جي عان يستنى في كل خاطيعة كلي يجيه للوحدة وهذي الفرز دو على دوكوموتار أخطفي ناشنال جيوكرا فيك على تمساح هذه الصفة اللي عندي بالضبط يقعد عام كامل جي عان يجيه للعجل والاشنو هذا كيشرب من الوحدة وهو حاطت فرسونتاج انه ما يخطفوش فرسة صغيرة ما يخطفوش يقعد جي عانو ما يخطوش يستنى البروب اللي جيين بعد مين 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 اللي جاء فما فيديو صغير قرد طربق عليه تمساح شدو وفلت انا يحاس بقيمتها على الاخر خاطر نعرف نعرف ستيل دو فيب تاع تمساح انه تمساحك يبدأ عنده شك ولو واحد بالمية مشوش يخطفها ما يمشيش لانا قرد ذلك بالحق نجيب عجوبة مش عادية فمدونك حكاية كبيرة لانا قفلا يستنى ويجوع ويأكل في الاخر ولكن كيأكل يأكل باي باي فمتان اوكي ادي الفكرة حب نعرف شنو نجاح بمفهوم تقي باي بنسبة لاني نجاح انه تعمل حاجة اللي تحبها باي نجاح 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 الماد يتحب ولا نجاح بصفاء نجاح في الحياة بصفاء باي نجاح في الحياة انه تعيش وفق مبادئ عندك مبادئ واللي كل ما تعمله في البزنس كل يكون وفق القيامة اللي انت تشارك فهم تريدك مثال حاجة جمعة التالية قاد معنا كل يوم فرنساوي عنده برشة شركات وكل هو هذا نباتي فلا فمن بين الحاجات اللي حكي لي فهم قال لي قال لي شوف عندي 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 حاجات في الدنيا نحب نقول لك علا نقول لهم نبدأ نخدمها بعض نقول تفضل قال لي من يخدموش سيتات فهم تعذيب لا تعذيب باش ولا تعذيب حيوانات تعذيب باشار يقصد بيها تشارة باشارة البرنوغرافية والتعذيب حيوانات يقصد بيها أباتوار هو ما يحبش لحكيلي نقول لها تاني عندي دي برانسيب نقول من يخدموش حاجة في قمار من يخدموش لسيرونس لبانك تفقنا تفقنا بلا يعجبني الشخص حتى مختلف فعالية اللي عنده دي برانسيب يقدمهم الشخص بالنسبة لي لاني كتقدين معناها نعتقد لن الحياة هذه مرحلة وعننا مرحلة أخرى أكبر وأهم وأطول وهي الآخر بلا فاني كشخص مسلم معناها نعيش وفق مبادئ بتاعي كمسلم في كل معاملتي في البزنس وغير البزنس ويكون ربي راضي علي ذاك الهدف الأسمى بالنسبة لي وذاك النجاح ذاك النجاح وذاك الفلاح معناها بالنسبة لي باي بالنسبة للنجاح المادي سهل ياسر التعريفه سهل ياسر أنه تكون تصرف أقل من الدخل الفلوس بكل بساطة باي بل ما نختمو نحب بيسك تقرأ برشا كتب بوش بلنا برشا كتب حابك تعطي لي بتاع كتب للكميونيتي متعفامة منه العباد اللي تسمع فينا اللي تنجم تفيدها في حياتها في البزنس باي هو بش نعطيه للبروسيس مو اخكينا بلو نش نعطيه للبروسيس كيفاش نختار الكتب اللي نقراه باي أول حاجة نعملها نختار المجال تعال الكتاب اللي حب نقراه فان نختاره وإحنا حكينا عبزنس بلو نشوف الأكثر كتب عاجبة لعبات ونقراه كتب هذي الحقيقة ما سفدش فيها برشا لأنه المعلومات اللي فاها تقام موجودة في كتب أخرين وعليش الناس حطت طلع ريتينج عالي على الأخر لأنه لأنه قراهها ناس كله يعني عادتاً يكون أول كتابة ذاكي قراه في البزنس فما زال يكتشف في المجال هذي طريقة باش الناس اللي داخل المجال الجديد تقرأ بكتب مزيانة بارش فم بارشا ناس تركوموندي بور داد ريشدات قبيل فقيرة بالغني هذي نحب نقول ساعة أقرأ باللغة اللي تريحكا وصحيح لو كان يكون عندك لانجلي حاجة طيارة على الأخر لكن تقرأ الكتاب من مصدر وتفهمه كما قالوا الكاتب معناها لكن حتى كما عندكش لانجلي تقرأ بالعربي مفيد أدخل أقرأ فهذه الطريقة باش تقرأ بكتب الحكاية لكن فما حاجة أخرى اللي هي مهمة جدا تشوف الناس اللي في البزنس وشنوه الكتب اللي اللي تنصح بها غيرات وقتها هذيك الكتب كما أقوله عميقة أكثر فمعلومات أقوى بارشا وهذه اللي تفيد العباد بالحق معناها بالنسبة لاني مثلا كتاب والله نسيت اسمه ومتاع نافال نافالة ذايا مستثمر هندي هتون نعطيك اسمه ببعض حطوه في التسكريبشيو هذا كتاب يغير الحياة تمام هذا قصته أنه هو كان فقير وكل في الهند وكل مشاهل أمريكا ولا أقوى مستثمر في العالم واختادي جاء بحكماني مهتم بس أنجل دونك كلمه طيارة على الخطوة فما أغنى رجول في بابل هذا نفس الفلسفة تعفون أغنى رجول في بابل تعفون مستيل لول مستيل الثانية ذاينة فالطهير على الخطوة فما كتاب اسمه The Art of Start فما النسخة الثانية به هي The Art of Start تعفون على الخطوة هذا اللي يحبي عمل ستارتاب فما اللي يحبي يقولي معها شكون فما كتاب اسمه هو هو شكون معنا من مكتاب تعفون برسا مع خيقة في السفة عامة في مجالات القراءة فما كتاب أني نحب الكتاب العميق كل كلمة فيه كل جملة فيه بالحق معنى جديد وطيارة فهمت قوي وتقعد معها تعيش معها وفما كتاب كما نقوله Fast Food تحفونينا لكن معناها بش تدخل بي البزنس وتعمل بيك ولا فكتابنا هذا المكتوب العميق على الخطوة أوكي ناخده العنوان ونحطوه في ديسكريبسيا إن شاء الله أوكي خليك آخر كلمة لا لك صح أنت على الاستضافة فرحان برشا بالوودكاست هذا نهنيك عليه ريت قلت لك عندي حلمة بتاع إنه نعمل سيليكون فالي في تونس وودكاست هذا ما يشابهو يخدمني في الحلمة بتاعي بالحق وهذا اللي نحب بالحق هذا اللي نحب المينسات على ناس زيما تولي تحكي على الفلوس تحشمش وتبارتاج معلومة ما تخافش فلا نحب على كلمة ما تخافش وما تحشمش وكل حب نحكي شوية اعتقادات خطأ عند الناس في البزنس ساعاتي يجي كلامني واحد يقول لي مثلا كبزنس أنجل يقول لي عندي فكرة نحب ستاة المرفي ما هي الفكرة بتاعك يقول لي لم يجوك قولي للك مجوك باي باي علش ما تقوله انت معناها يعتقد هو الفكرة مجيت كان في مخه هو ويعتقد انه كيقولها اي شخص ينجم يسرقها ويعملها فمت باي ويسألني ساعات كيفاش نجم نحمي الفكرة بتاعي فمن بين مشاركة التجارب انا وشون قوله قوله اول حاجة فماش حاجس ما تحمي الفكرة بتاعك الفكرة ما تحميش لانما البرودوي هو اللي يحتمى يتحمي حتى البرودوي زيادة نجم نعمل كيف ومبدل في حاجات وكده واصلا العقلية انه وضية عنا ما توريش وكل غلطة تماما لانه نفس الشخص بعد سنوات يستدعاوه كما قوله في دي بودكاست ويستدعاوه كذير ويقوم ويحكي على الفكرة بتاعه باي هو انا اش بهم مش ما خافش وقت ما هو اصل من درجة من الوعي من نضج انه ولا يبرتاجي الفكرة بتاعه باي هذه حاجة الحاجة الثانية عقلية البزنس انجل اللي بشي انفستي معك في حكاية ينجم يكون الفكرة ديك مش ينجم يكون تقريبا في الحالة بتاعيني 95% الفكرة اللي احكي فهو انا حكاها قبل سنوات في قهوة لكن القيت فيه هو الشخص اللي نجم ينفذها الفكرة فلا لك نفستي معه حلاش وحدي لك القوة في الاستارتاب اللي بشي قدمه يزم يكون القوة في الشخص هذك انه قادر على تحقيق الفكرة ديك معناها القوة في التطبيق الفكرة مش في الفكرة في حالة ذات فلا الفكرة الحقيقة ان اعتقد اني ما تساوي حد شي وهذا رأي كما نقول متطرف شوية فمنا نستعتقد اني تساوي حاجة شوية مش حاجة كبيرة فلا بين ما تساوي حد شي بين حد شي القوة كل في الإنجزيكوشيون تطبيق ولا وقل في الإجزيكوشين برشة الناس عند أفكار وما عمل لحد شيء بي فهذا معناها ننصح أنه تبارتاجي الفكرتها بالعكس تنجم واحد تفاهم الحكاية يزيدي يعدل لك فيها شوية ولا يعطيك كيفاش تدخل للسوق بها وتنجم تعملها فأنا أرجع لك القصة قد لك البودكاست هذا يساهم في أنه الناس تنشر أفكارها وتنشر تحكي على الفلوس تحكي على الفلوس وإذا كان شخص خايف أنه يحكي على الفلوس مستحيل خنقوله صعيب برشة إن هذا بشي يكون بزنسمان وبشي يحيط به ناس خير منه في الخدمة ويعاونه وكل ديما بشي قعد بالبروجيت التاعه الفردية واحده ما يجمشي سكيلي بالطريقة المطلوبة فأنا أعطيك صحة نشكي على الاستضافة أعطيك صحة أعطيك صحة أعطيك بحذين أبرتاجي برشة حاجات معلهم أبدأ وأبدأ قبل ما تبدأ حاضر كي مبدأت أقلي أكاديمي قبل ما يبدأ حاضر في برشة حاجات وما تخليش فكرتك تبقى فكرة فمعمل شكرا